أربع لعب كانوا عارضينها ورا قال أسامي ثلاثة لعب شو سمعت لي؟ ديك ديك كينغ دوم دولفراتس القوي هاري قلها قلها كينغ دوم دولفراتس ثلاث سيديا الله الله ليه ما حد تكلمك مراتين 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 السلام عليكم عبدالله من قناة الهب بودكاست رغم التسعة وعشرين أنا عندي واحدة يديدة ارسل كلمة دريم أو حلم إلى ذهب تدرون ليش؟ خلنا نقول لكم قبل ما نسوي الساعة في أحد المتابعين دزلنا إيميل أو إحدى المتابعات دزلت لنا إيميل شون الإيميل هذا؟ إنه تريد تسوي مفاجأة حق زوجها بما إنه يحب الهب ويتابعنا فتبينا ندق عليه أو نستضيفه فهو ما يدري وإحنا راح ندق عليه بعه شوي ونبغته هلو؟ هذا واحد أنا كعي سجل عندي نبغته ثاني شيء أنا قرأت تعليق يا رابع الحلقة اللي طافت أخوي عبدالله ما أخو والله ما أخو أنا قرأت تعليق الحلقة اللي طافت في واحد يقول خفه وموضوع الدوانية وشذي والضحك والقطات فأبعلق على الشي هذا إحنا بالبودكاست هذا إحنا مو بودكاست إحنا مو أربعة إحنا خمسة يعني إحنا واحد اثنين ثلاث أربع وإحنا نحسب إنه في واحد خامس معنا اللي هو قاعد يتابعنا أو اللي قاعد يشوفه الفيديو حلو وضحة الفكرة وضحة الفكرة حلو تكلم عن قناتك دخولك للمجال هذا ليش عرف الناس أو عرف اللي قاعد يتابعنا هذا اللي بدوانية الخامس أعرف الخامس أول شيء زمان أنا فتحت أكاونت الإستجرام ريد بوكس جيمينج وطبع لا تسألني ليش سميته ريد بوكس جيمينج أنا كنت أبسلك سواء تحت الهواء ممكن أقول بس أنا في ناس يتابعون البودكاست معي ما بيهم عرفون التسمية ليش أمومة بس إحنا نقدر نعرف بعدين بس المهم ففتحت أكاونت ريد بوكس جيمينج أو شيء على الإستجرام أتوقع فيه 2015 بلشت فيه كنت أحط أخبار من هالكلام هذا بس أنا لأن طبيعة عملي شوي صعبة فأقطع فترة طويلة يعني على المزاج مو على المزاج على المدة ما تقدر والله تشوفني حتى الأكاونت الحين آخر سبوع تقريبا كنت أنزل بشبه يومي الحين صار لي تقريبا يومين مو منزل كنت إجازة الحين إجازة الحين إجازة فدشيت بمود اللي ما أنزل بعدها في 2017 فعلت القناة عندي باليوتيوب بديت أنزل أخبار والسطاف اللي سويه كل اليوتيوب سواء من أخبار السبوع أو ألعاب الشهر التختيم بلشت فيهم زمان من قبل بس مو على اليوتيوب على تويتش أيام ما كنت برا يعني وقت الدراسة بس كان شوي صعب أسوي بعض المرات التختيم يعني خصوصا اللعبة ما أسمون فيها يعني اللعبة اللي صج صج تختيمها كامل موجود على القناة اللي هي داتشتراندي دافع اللي وايد هذا الموضوع رح تكلم عنه وايد بعد هذا أي يبي له موضوع كبير فعادة هم ليوتيوب نفس الفكرة حسب وظيفتي أقطع فترة وبعدين أرجع أنزل حلو فالحين إن شاء الله داش على خطة أن فيديو بالأسبوع لبدة الشهر يعني أربع فيديوهات كافي إذا يدار طبعا كل مرة يقول لنا في حق نفسي تدي وما سويها هو يعني يشوف في شون الأريح لك يونسق بين شغلك وبين القناة سنشيروب وسنسي عرفت يقول وعلى قلته بتنقى برامجك نقوى على هذا هو البرامج النقوى هذي اللي مفروض يتنقى صراحا صحي اللي يكون مفروض غير صح مو تمشي وتقط وتروح صح مو بس تمشي وتقط مو تمشي وتكرر صح مو معناه تكرر أن تبوق المحتوى بس أنا أشوف من وجهة نظري أن الكل قام يسوي الألعاب اللي رح تنزل بالشهر الألعاب الشهر ألعاب مجانية الألعاب المجانية أو غيرها فأنا يعني إن شاء الله الياي في 2020 2020 دشينة في 2020 صحي فيما تبقى من 2020 إن شاء الله فياي على أفكار ثانية إن شاء الله منها شروحات أو غيرها من هالكلام الله يبقلك إن شاء الله ماذا في عندي تفضل تفضل قطعتك هنا تقيب تقيب كان متأخر أن صح هذا كان فيه ديليت طبيعي متأخرين لا 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 تموني تموني على القبة الله يسلمك ما يتقسر حبيب حبيب المهم موضوع حلقتنا إلى على وهو شوف لا تتفلسف وايد قاعد تبدل ماك شغل أخونا الخامس فهمني منو؟ أخونا الخامس مو مولكل لا لا مو كلهم واحد موضوع الحلقة أول شيء لحظة شنو لعبته الأسبوع موضوع حلقة تقول موضوع حلقة موضوع حلقة ما لعبته الأسبوع ما لعبته الأسبوع معروف جوابك بفاد ما لعبته الأسبوع لا أنت قاعد تذكر أي مشن سويت من ياكوزة يعني أنا عارف شنو آخر لما كنت صحفي بالجزء الثالث لا كنت برايبت انفستيكيتر محقق بقى شنو؟ لأن بالجزء الثالث من ياكوزة تتلعب ثلاث شخصيات حلو فلاحنا ما وصلت حكي حلو يعني ياكوزة بس أنا السؤالي حك بتغييد أنت لعب ياكوزة من قبل؟ ايه بلايستيشن 2 بلين قاعد تلعبهم؟ لا كان غير بلايستيشن 2 كان وايض غديم يعني اي اوكي هذا ريميك أنت لعب شادة الأسبوع قبل والحين؟ اي شفت كذي يعني دوني ما أخذها شادة الأسبوع دق عليه لما تلعب؟ مع ذلاشت غاردين حلوة حلوة دق عليه فيس تايم لما تلعب ممكن الناس راح تبتي نفسك على هنا لا راح يبتي هنا شوف أنا لاعبها بلايستيشن 2 بس أنا مشكلتي ما أكمل لعب هذا مشكلتي لا يعني وقتك أنت صغير على سافة ما تكمل لعب أنا ما كمت اللعب اللي كاتلعب مخف والله مناسينك بس محوره حلو مناسينك؟ محور كلامه حلو مناسين بالجمعية مناسك بس محور كلامه يدخل في موضوع وايد حساس سالفة إن الشخص ما يكمل لعب اي هذا موضوع حلقة ثانية ما يخالف بس في أسباب مو معنات إنه أهو ما يبي يلعب لعب عشراء لبر وموقفين لا ما يكمل لها انتكل هذا علشان أنت تطلع بالسيف سايد سكر ومكملها لها الحين سكر ومكملها صح قاعد يلعب لعبة تركيب القطاوة في أشياء ثانية أنزلت في أشياء أمور ثانية قاعد يلعب لينت فور سبيد اللي قبل وتو يلعبها يبتو يا بلاتيني مخيرا راح أوجه هذه الرسالة حق واحد من المقربين جدا ومن متابعين ليش حسسني جنا حين كانت طعم يطلوهم مشاهدون اسمع المتابعين البودكاست وشخص عزيزي على قلبي الحمران يا وجل التحية ساعدني في ترافي ساعدني في ترافي ما النيت فور سبيد علي الدرفت اذكر ربك ما شاء الله باللعبة باللعبة حتى لو حتى لو يمكن ما يعرف الأكس من الأوبة يمكنني انشال صبع ريال قول ما شاء الله ما شاء الله يبابا قول ما تعطي المجال ما حيتكلم انتوا علي الدرفت لا أكثر من شذي مجال ما فيه المهم بس يعطيك الابح جوابا على سؤالك بس يا كوزة أنا لا لعبت واين وثو وما أذكر متلعبة ثري بس كواومي ما لعبت ألاتاوة عفوا زيرو لعبتها وايد بأخر أتوبت قول حق الناس بل شو زيرو وبل شو زيرو لأن من وجهة نظري قصة زيرو وايد قوية وبعدين شخصية كورو ما جي ما ستعرف عندي أكثر بزيرو من أفضل الشخصية ما لعبت شي بس يا كوزة أنا كوزة بس يعني إذا ما عندي وقت أعطيت وقلي ميشين ميشينين لعبت سيارات لا لا آخر مرة لعبت دارت بفهد أنت شنو لعبت والله لعبت أربع لعب أوه ما شاء الله ما شاء الله تبقى أربع مرة طبعاً أربع وين يخلص بس شنو لعب مع بعض غير تركيب القطاوة لا لا مو هذا أوكي يلا قول لعبت في لعبة فيتا في لعبة فيتا أوكي وهل يخفى القمر ثلاثة سوني واحد فيتا فور واحد فيتا مع شطة مع شطة أوكي قال لي لعب يا كوزة كان أبلش يا كوزة زيرو زيرو طبعاً عجبني واحد وقلت صرفت عن الحلقة طافت وقع أكملها وصلت تقريباً أربع تقريباً ووقفت كنت شاري أوناناكي حلو جي أر بي جي هي جي أر بي جي جي أر بي جي هذي جي ياباني المهم انزيل جي يعني يابان مو جابان المهم جي يعني ياباني خلاص أولو أوناناكي حلوة بالنسبة لي بس مو واو ولا يعني سيئة متوسطة هي هاكن سلاش صح صغيرة شوي اي أكشن أكشن أر بي جي طيق عادي من فوق لا كاميرا من فوق وزا من وراك من فوق كاميرا من فوق ولا من فوق من فوق من بعيد من ورا يمكن أوكي قصتها غريبة مو فهم قصتها عدل طبيعي طبيعي أنا أقوم الساعتين تين بالليل ألاقي بفاهد دازلي صورة واحدك هتبلي هذا أخو كيريو أقول لا أبفاهد هذا بارتندر مو أخو مالاش أخو زي ولا مفهم قصتها أونيناكي لأنها ماذا شي قاعد تنقل بين عالم وعالم عالم مظلم وعالم حالي يعني يكو زوء أونيناكي وبعد وفي لعبة مجانية اسمها دونتلس دونتلس هي مونستر هانتر مصغرة وشغل رسومات مثل أنيمية مو أنيمية بس رسومات عادية بس اللعبة في هواي الدفع اي صح صح لازم سيعيندي كنترول وكل اشتكى من هذي النقطة يقرب مجانية أغلب العام المجانية هاك مجانية بس تتفعلي ناس مطمئن فراتنيس بس هذي الدفع فيها مختلف يعني فورتنايت دفع فيها بس كوزماتيك صح هذي دفع فيها فلوس يعني دفع فيها فلوس دفع فيها سيوف أسلحة دروع بالضبط موسكنات لا لا موسكنات موسكنات لا لا موسكنات تشتري وفي أشياء ثاني كماليات تشتري حركات مثلا استعراض ما استعراض لأن أشياء بعضها ما تستاهل حلوة ما توقعت أن في ناس تلعبها يعني لا لا تدش الأولاين ولا تشوفي وعيد ناس وفي عرب إن شاء الله أحط بعض الأسامي عرب بس تعسب الملل شوي حلوة لأنه مكرر وعيد مكرر على الأماكن هذي حتى الوحوش نفسه مو نفس ما سنتر في وحوش كبار في وحوش صغار لا هذي ستاندر شيء مايزها بعد اللب يحب الوحوش الكبار ميزاكي الشخصية تذيه والوحش كبر مدينة يه شيء مايزها بعد اللب كروس بلاتفورم يعني إذا رابعك بالإكس بوكس والبلاي ستيشن بالضبط أو ما تشغلها رح يقول لك تبي تتربط مع الأكاونتك بالبي سي يسيريها من إبك إبك كيم إبك سور إبك سور معلومات قوية حتى عندما تشبك أولاين تهارت من وراني نعم قاعد تطالع النهالة فلان علامة البي سي وشابك بي سي نفس الوحوش الكبار الأخيرة مثل علامة ماوس نعم نعم بس في مصخر أنا المرات تدش أبألقى ناس يلعبون مافي مثلا دانجن هذا أو الماستر هذا فهدش بروح أتمرطش وطلع قون تعادي يعني ما عندك مشكلة ما عندك عادي متعود على داركتول شفت اللقطة اللي دازم بالواتساب اللي ياي اللي داك الواحد قلت له تروح ترجع لي انت تطاعت على قلبه وراك صدق صدق ماشتك بالواتساب مصدق لا أنا ما شفت أتدري ليش اللي سبب يا شباب يا جماعي يا الخامس في سبب لأن بفهد تلعب لعبة واحد تشوف بالواتساب بالقروب تختيمة تختيمة على مقاطع لا تشوفون بفهد لما لعبت تردد غيرنا اسم القروب من قروب اسمه التيم الى ردد أنا أنا غيرت اسمه لا تحرق لردد لها الدرجة لأنه تدري في صورة أنا أبيك بحطها بالفيديو أتذكر في صورة بفهد صاعد فوق الجبل قاعد يراقب للذيابة قاعد يراقبونه هذي المخلص ما أفكر فيه هايش الواقعية هايش الواقعية المهم زين لعبة الفيتا هذي لعبها تشذي علماشي وانا نايم شون؟ ما يصير بفهد ما يصير بنام بس بدوخ وانت بمكان ثاني ما نقدر نقولو ايه بنام بس بدوخ بنام بس بدوخ بنام بس بدوخ بس بيدعب بنام بس بعدين بصاحية خلنا ندوخ شي طالع الفيتا لعب شونا ندوخ سكر انت عنوضو وتابوننا نسكت بيه الله شنو اللعبة اللعبة انا ماخذة عشان بلاتينيوم طبعا طبيعي عشان تروفياتة لعبة عبيطة جدا انت مكينة حشمالة الزرع ماشي اسمها والله اسمي ليترا لا مسي ليترا طالع لكيها انت مكينة الحشمالة الحديقة ولازم تتحش الحديقة من غير ما تطيح بالماء ويطيح بالطين ويطيح ما شنو والله صج انت مضيع من وقتك شكثر عشان تلعب هاللعبة ها التناتيش حاجة واقعية شفيك شنو واقعية انا تخيل نفسي مكينة هذي هو لان وده يحش الحديقة يحش الحديقة ما عدش قول قول معك قاعد طول عشان اللعبة قاعد طول عشان اللعبة السؤال ليش بوفادي يحب العاب الواقعية كاهي احنا قلنا جاوبنا بحلقة طافت اقلاس كتر الحلقة طافت قلنا بحلقة من زمان انه ينحاش من الحياة الحقيقية وفيه اخطاء جمعتها فيه اخطاء الحياة القديمة وده ان يعدلها سكايرون مزواجتا ويبتي هار راح تبني بيوت مني واناك كنت بتعدلنا بسكايرون ما تتبع مهار الظاهر صح الشيء هلا كنت بتعدل بحياتك صح خلصت اخوي بوهد خلصت انزل يعني هذي انت العبو لا لا بس نحنا غربنا عندنا ثلاث سابع هم بتلعبك لذلك مع بعض شون؟ بالنسبة لي انا لعبت لعبة زيادة عن اللعبة اللي كنت قاعد العبها اخر مرة طبعا اخر حلقتين قاعد اقول لكم كنت قاعد العب سكيرو قاعدتنا بسكيرو ليل حين قاعد العب سكيرو بو فهد ما علي انا حادي اقول ولا حرك لا لا فيه اصلحي ما لعبتها لا لا تحرك اسبوع وانا اباري تأول انت فهم قصدي اسبوع وانا اباري بس اعني انا خطوتين انا عند البوس الاخير ما انا قادر افوز علي عادي شو اللي فوق بعدين اسمعلك انا بيني وبينك شوف الطاقات شوف التكنيك شوفت كل شي تكنيك يعني تكنيك حتى مسامويها حفظت لا 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 عادي تقدر تقدر ماك شي صعب بالحياة عندك انت سنسي اليوم سنسي اي اللعبة اللي ثانية اللي لعبتها هي قديمة شوي بس من زمان عندي اياها وبما ان انا خلصت الجزئ الاول وكان وايت قوي اه هو شوية تقدر تقول الثاني فلوب بس لازم العبه عشان القصة اللي هي شادو اف وور انا ما لعبتها تصدق عندنا واحد هني ختم كل شي بشادو اف وور صار هو رئيس الدولة انا خلص شادو اف موردر تقريباً طلعت كل شي فيها كالي برينبور كالي برينبور قبل يومين بلشت بشادو أفور قاعد لعبها على الإكس بوكس وينكس جيم باس موجودة؟ موجودة بشار 3 موجود بجيم باس تحرمين انت شادو أفور أنا الجزء الثاني ما أعجبني حيلاً بس انت لازم تلعب عشان القصة في مايكرو ترانزاكشن شادو أفور قازرة لا حتى لأن كل شي ما أعطيك هو الإكس بانشن جيم باس ما أعطيك النسخة الكاملة نعم النسخة الكاملة وأتكلم إذا في أسلحة ولا أنا لعبها شوية وغير شدي القصة مو نفس الأول الشي الحلو باللعبة اللي خلى الباتل بور مع السيج والقلعات هذا كان جداً ممتاز طبعاً النمسي السيستم اللي طوروه وايد حلو بس كلعبة كقصة بس نشوف انت تضطر تلعبها إذا انت خلصت الجزء الأول لأنه على قولته من نهاية يعلقك صح فأنا بيلعبها طبعاً لاحظت شغله يعني أنا أوكي أنا بخلص شادو أوف موردر بس ما أذكرها يعني الفويس أكتنج ما التاليون اللي هو تروي بيكر قوي هذا يعني اللي يذكره بس لما لعبت شادو فور قاعد أسمعه مرة ثانية لا أجماعة ترى فعلاً جبار يعني ما تحس إنه أمريكي والله ما تحس إنه أمريكي خلصك على طاري تروي بيكر نتكلم عن Silent Hill HD Collection أوكي Silent Hill HD Collection حطوا أول شي شنو صارت لهم مشكلة ما يو بيسوونها HD إنه الـ Voice Actors القدم مارضاً يعطي خلوهم يحطون صوتهم حلو فيابوا أصوات يديدة بعدين وصلوا واتفاق مع الـ Voice Actors القدم وقدروا يحطون أصوات غديمة فشنو عطاك optionين الـ Original Voices و New Voices الـ New Voices تروي بيكر ثاني صح؟ الثاني إيه الـ HD إيه في ناس ووايد معجبهم الـ Voice Actors مع اللعبة ليش؟ لأنه في حوارات مغيرينها يقول لك إنه Artistic Wave أنا ما أشوفه HD الناس حاب الـ Voice Actors القديم لأنه كان شون أقول لك كنا لو بوجت موفي أداءهم كان ووايد أي على أيامنا كان قوي تحس أولد سكول يعني بس الناس ما تقبلت فكرة التغيير أنا يمكن في ناس ووايد ما راح أعجب الكلام براح أقوله أداء تروي بيكر غير الشخصية أداء قوي هو غير جيمس تاندرلاند غير الشخصية يعني مو هذا جيمس القديم غير فيه فرق يعني واضح يعني شوف مو وايد قوية Shadow of Four بس نفس ما قلت لكم متوقع أقول حق عبد الله أنت تلعبها عشان تكمل القصة صح بالنهاية الـ Gameplay ما لها يمكن هم وايد ناس ما راح يعجبها كلامي يضحك وايد سهل يعني أنت بس طيق مربع 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 بس تشوف واحد بيطقيك طيق مثلث تشوف يروح من شاشة إلى شاشة بس عشان يسوي الأكانتور أطع الهارت لا انت انت مو تشذي عادي يعني يا طخة يا طشر مخة على قول الله بس يعني ما بيها صعوبة مربع مربع مثلث مربع مربع هذا الـ Combat كله موجود اللي هم يسمونه Flow باتمان نفس باتمان بالضبط وايد ألعاب قلدت هذا الـ Gameplay أو طريقة الفايت الفلو أنا أشوفه جدا ممتاز وايد حلو بس فيه ألعاب قاعد طبقه بطريقة جدا غبية سبايدر مان طبقته بطريقة جدا قوية بس شادو فور طبقته بطريقة جدا غبية أول شيء الأنمي ما يونك كلهما بعض لا شيء يطالعونك كل واحد أيوان ويسوي لكاونتور له آخر المدينة ويسوي لكاونتور له آخر المدينة بالضبط فهذا التطبيق غبي التطبيق الحلو كان مادماكس مادماكس مظلومة كان صعيد حتى نفس باتمان بس مو نفس سهولة باتمان كان شوية في صعوبة مادماكس باتمان بس 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 طاق طاق شديد وذتقهم كلهم شادو فور ألعن من باتمان صحيح؟ بس الشيء العجب دي نسمها قال عبدالله اللي هو النمسي السيستم وايد حلو وايد جبار ترى الغرافيكس قال لاحظ مش هو لابد وايد عادي وايد عادي الغرافيكس بس الأوركس اللي هو هذين الكابتنز والكماندر اللي يطلعو لك بالنمسي أي هذين اللي غرافيكس مالهم أحلى من تالي نفس البطل بس خلو النمسي السيستم ما دري اذا مر عليك وايد قوي يعني انت عادي تذبح واحد بعدين فردا ذبحتها بالنار أو قطيت عليه نار فردا اييك بعد فترة طويلة رجع من الحياة تشوفهم محترين انا مجرب النمسي السيستم بالجزل أول ايه هذا وايد زادوا عليه ايه 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 اذكر اذبحك ترد له ايه ايه هذا لا يرد لك وانت ذبحت بطريقة النار فرضا اييك حتى لو وطق عليه نار يكون انفرنبل يعني ايه ما يتأثر بالنار فهذا الشي جدا قوي وايد هلو فبس يعني هذل العاب يعني سبوع قاعد احاول اذبح البوس مسكروه وبلشت بشسمه شادو افور يعني انا ما يعني اللعبتين كافي انزين عبدالله انت شنو لعبت الفترة الاخيرة اوكي بالنسبة لي انا دايما العبتها ثلاثة العاب مع بعض احاول يعني احاول عشان تي بعض اغلب الاوقات ما اكملهم اللي قاعد الابه الحين يا كزة ايه واحدة كوامي يعني انا انا انتو تسولفون مع بعض اي 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 انا بخلي لعب يا كوزة وانا بخلي لعب يا كوزة شوف يا كوزة كوامي لعبتها لانه زيرو صار في مشكلة معه لعبت تقريبا ثلاث ساعات واربع ساعات بعدين طفيتها بعدين طفيتها لانش اتبالي الوضع اوتو سيف ايه صح صح ايه صح صح ايه صارت فيني نيو جيم شكع لعب ستيم انا فيه كلاود نزل الكلاود ومسيب بعد خلقك اخر شي كان اسألة شو الوضع ايشان يقولي لازم تروح التليفون تلو لا اروح يوتيوب شوف اللعبة باليوتيوب احسن شفت زيرو باليوتيوب كامل بعدين بلشت كوامي كوامي حين تقريبا نواصل شابتر فور او فايف مستمتع باللعبة جدا مستمتع يعني ما قاعدة جامل الحوارات وايد اذا ناس ما تحب الحوارات وانا ما لعبت شنمو وان وتو بس شنمو ثري لعبتها وايد قريبة من شنمو من ناحية الحوارات والكلام فياكوزة وايد حلوة وايد بنسبة لي كقصة اجواء اليابانية انا ما احبها بس شدتني وايد الفايت امسك عكلمة الفايت يا اباني الفايت حلو بس في مشكلة خصوصا مع البوس اربع بارات نفس الشي تسوي يعني لو كانوا فرضا يسوون اول بار فيز ثاني بار فيز ثاني حركة ثانية تصير نفس السولز ولا سكر وانا يغير الفيزات معاك تصير فيه بس مربع 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 مثلث دائرة امسكها طقها مثلث صح فالوضع هذا يملل شوي خصوصا مع نهاية شابتر ثري البوس مادري شنو عساميهم وبعدين لازم نقعد تعلمني شون من طريقة اليكوزة دوجما انا وايد اسمع دوجما فاميلي دوجما فامي مادري من هدي ايه هذا على واحد تحته فيه عوائل اوكي حلو كل عوائل فيه واحد يمثل عائلة هذي واحد يمثل دوجما واحد يمثل مادري منو العوائل هذالها كل رئيس عائلة تحت كابتن اوكي وكل كابتن تحت سولجرس عائل منو لثري لوتانت لوتانت تحت الكابتن لوتانت تحت الكابتن ايه انا من الالعاب اللي نسيت اقول لكم ياه انا لعبتها لفترة الاخيرة كملتها انا كنت لعبها من قبل بس وقفتها اللي هي ججمت انا واصل حلوة وايد حلوة تدري شنو كثير شي عجيبني باللعبة البطل تحس ياباني هو ممثل ممثل ياباني عرفت الشكل يعني انا عاصف على الكلمة سياباني واصل اخذ شي شوي ممثل حق كويها اللي بججمت هو ممثل ياباني صجي يبين يعني بيين شكل صجي هذا ايه شابتر سكس انا مصطل لا لا ترى بيكوزة شفت البوسات اللي بزيره أوكي شوف شكالهم بصدج ترى كوبباست هو الانجين انا انا امس وقعد مع واحد من الشباب اقول له الانجين الهت تكسجر والا الفيشل جدا ممتاز عطاري التكسجر ترى هما بس ركزوا على شخصيات رئيسية شخصيات ثانوية كلهم بحث تلاقي مش الشي خلي شخصيات ثانوية بس الشخصيات الرئيسية بالقصة ممتازية شفت الفايت اللي يصير تحت بس اووي لما هي لبستيكل شوانا هما قاعد يخلصون اللعبة مع بعض بزيرو منو سألني منو سألني ليش يقصبع انت؟ انا ليش يقصبع باللعبة نفس فيلم جون ويك حبيته وزياد لما قصبع عشان يرد يرجع حق عشان هو اعتذار و نزين الروح حق اللعبة الثانية خلصت؟ هذا خلصت يا كزا نزين اللعبة الثانية زلدة breath of the wild كانت هي قلت لازم تشترون زلدة فعلا لازم تشترون زلدة زلدة breath of the wild انا لعبتها شريت الناتندو سويتش عشان زلدة لعبت فيها فترة طويلة بعدين تركتها ما خلصتها ما خلصتها فرديت لعبها من بعد Death Stranding لسبب الطريقة اللي متقدمة فيها زلدة ان العالم مفتوح ويسوي اللي تبتسوي تبت أول ما تبلش تروح حق قاننق الطقة ما عندك مشكلة صح قال لي قال لي قال لي تروح لك بوس الأخير ايه انت تشوف المكان تشوف البوس الأخير تروح له بس تعالفوز عليه ايه بالضبط هذي شي الشي الثاني الرسبي انت تطبخ باللعبة فيها واقعية صح لعبتك لعبتك الطبخ لعب لها بس ما كملتها انت شنو كملت بالحياة غير Dark Souls فالطبخ وطريقة الطبخ خليك شوي تفكر يمكن في ناس شون تفكر اذكر مريت على فترة في ثلج ما عندي لبس الثلج كان حصل قبل مكان الثلج فيه في نفس شراء فيها فلفل قاليت واحدة ولا يعطيني نظام ثلاثين ثانية من شنو انت تتحمل برودة كان اروح اخلط مع تفاح ومشروض سوي لي الطبخة تنطرني عشر دقائي وكملت بالمشوار لان في شراين فوق فهذا الشي خلي انا عندي لعبة واي تكون حلوة اللي خلاني اعيدها ان كنت باري كم موب صغير طقيت فجأة هذي الواي اللي ينقز لي وراي كان يصير سلو موشن هذي ناسيها بالكمبت وهي ABC بالكمبت فاكيد ناسي شغلات تخلني عيدها عدتها ولعبتها ان انا ابي استكشف كل شيء صار فيني ابي استكشف كل شيء يا رجل في قايد حق الرسيبيز ليش فاينال فاينال ففتين نزلوا كتاب كتاب صجي طبخات فاينال فاللعبة وايد وايد حلوة زلدة انا بالنسبة لي فقاعد وعايش فيها والسويتش حتى معي بالدوان بس مشكلة السويتش ان زلدة لما تلعبها شذي او شي تتعب تاني شي الجهاز ما ما يطول معك ما يطول على طول ثالث شي تصوير وايد يكون في بكسل انا ما ري قادر مع السويتش اتقلم مع ال اكس وال انت فان بوي بيتا عدي بالضبط هذا بعد يعني اذا انت تلعب اي انت اي متعود عليها اللي تحت ايكس وعفيسة تلقاك طاق بي فهذي شوي عفسة اما انا واي تسبب ليجي اللعبة الثالثة الشباب اسبوع اللي طاف كامل كانوا قاعد يلعبون دارك سول ستري حلو بس كانوا يلعبونها كواب اي ما دخلتوا بفائد معاكم لا اهم ما شوف يخلص لكم اللعبة ما شوف بلشه وفي واحد من الشباب ما ادري يعني ما يحب العاب العالم المفتوح بس ودي ديش دارك سول صصا انا شوف القصة عجبته فادخلوا معا اول ما بلشه معا كانوا يعطونا ثلاثة مليون سولس اي عرفت بس اولها بوف يعني بس اولها بوست شي ما احترم انا مركز عليها يكزة صراحة لانا مستمتع مستمتع وصاحبنا خلال راسك لا والله اللعبة حلو اللعبة حلو ستعرف ذوقي شوف كل اللعب اللي كانت مفروض تنزل هالسنة ليش شهر ثلاثة كلهم تعجلوا صح ليش شهر اربعة تعجلوا اي يعني كل اللعب اللي كانت تنزل شهر ثلاثة اجلوها شهر اربعة الحين سايبر بنك اجلوها شهر تسعة ما في عندك هذر خلي عدلون للدروب اللي صاير لا وايت من أربعة لا تسعة اذنجرز من خمسة لا تسعة بدش على يوتيوب بدش على يوتيوب شوف المقارنة بين اول اعلان مع السابق وثان اعلان الداونجراد واضح شنو في بيانزل هالشهرين ما في اليوم يكوزة أمس يكوزة سفن بس باليابان يكوزة سفن نزلت لايك دراغن في بي سي بس اللهجة الكلام اذا في بي سي ممكن يسوونها فان بوي ايه 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 ارسل كلمة حلم او دريم الى ذهب ايه ذهب ايه 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 السماي ايه ايه ام ايه ام الحش ايه ديالسي كان تبس البيت اني انا متندو بوي اوه اوه حقائ تخيل تكلم هومر هومر انت قلت ديال سي ديال سي ما تحب تشتريهم بس شرائك بالإكسبانشن اللي يضيف شغلات زيادة حق اللعبة مثل ذا ويتشار ثري في اكسبانشنين كبار رائعين اه ذا ويتشار اه حط لي إكسبانشن انا مبسطتك حط دليل إكسبانشن انا بدي كمان اخد مصرية كل خد فلوسي كلهم بس اعطيني كمان لما تكون لعبة سهل بس في اكسبانشن بس خلص انه بس احنا زودنا شو مثلا الاخر اكسبانشن هلا مثلا جاد كاثر الدنيا اكسبانشن منستر هنتر بضلط بضلط بتوني انا ايك لعبة ثانية منستر هنتر اه بضلط نزل يعني انت ضد ان المطور ينزل لعبة ناكسة والباجي كاملة بديال سي ديال سيات اه لا نزل لعبة كاملة واذا نجحت وضربت سوق اه كمل مو مشكلة بس انت من اول فكرتك انه حنزل دي سي وان وثو وثري وفور ممتاز اخوي ثامر شنو بعد عندك العوامل التأثر غير الماكرو تنزكشن في اشياء تأثر على فشل اللعبة مثلا او نجاحة مثلا خنفرض شنو برايك طريقة القصة الاخراج الساونتراك مثلا الساونتراك الساونتراك برضو طريقة الساونتراك احيان بتحس كمان حزاعة اكتراك مش عاكب اش رحكيها طريقة الالفوش اكتنج بس بكرة من دريدي ما بتحسوش انه بعيشك عيشك جد القصة عادة الموسيقى بعض العابف الموسيقى بتعيشك بحر الجو بطب داخل الجو وتكون يعني ثابتة بمخك بترة طويلة بالضبط بالضبط صح شنو رأيك بالغرافيكس هل من العوامل اللي يأثر على نجاح ولا الجيل هذي لان الجيل هذي يهتم بالغرافيكس يمكن صراحة الغرافيكس اشي خلو بس اللي بتعود على الجيمز من قبل انا مو فرق معي اللعب اللي في شما تكوني انا حاليا قابل ألعب ويند ويكر يعني مو ظهر قبل غرافيكس على حسب نمط اللعبة بالضبط في علعاب لازم لغرافيكس بس الغرافيكس اشي حلو اشي كثير رائع بس مش الأساس يعني اه زي اللي هي الكرزي العراس البطيخة والعراس وصلاة البكرة وصلاة انت الظاهر لان ابو فاد قاعد يكلمك فاثثر عليك لا بس ضفت خلاص ما في انت نبين عليك افريت 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 الله يعطيك العافية اخوي تامر وتشرفتنا فيك وهذه الساعة بباركة يعك الله يا اخوي تامر ويشرفنا انك انت تتابعنا واستمرت انا انت ترصيلي ولا تراحة وللأمام وليلأمام اقصرت يا اخوي رفعوا لنا نتندو رفعوا لنا نتندو انت باصلين حقا انشاء الله انشاء الله اخوي المشكور وفوالله مع السلامة حول سلم له المعسل متنقل عبد الله يا خضرائه بمئنه هو اللي منقم وضوع الحلقة رأيك نقول نحن بسرعة بعدين هواي انا هذرك ياعقولي مطلق شنو العوامل الأساسية بالنسبة لك لنجاح اللعبة فضحت الديكور آسف عوامل الأساسية بالنسبة لك لنجاح اللعبة أو لفشل اللعبة شوف السؤال كان صعب أنا ما كنت فاهمه لما سألت أخي عبدالله لموئيانا سؤالة مفتوح سؤالة يبيه خليك تسولف وايد صح شوف من وجهة نظري أنا في شيء في كذا شغلات تهمني وايد باللعبة إن اللعبة تقدم لك شيء يديد ما تجربتها من قبل عطني مثال مثال ما رح أقول ده تستراندي لا عادي قول ليش لا لأنه رح يتكلم عنها صح شوف مثلا خنقول كمثال لعبة سالنت هل على حزتها أو المتعارف عليه شنو الرعب جامب سكير يطلع لك وحش يخرعك يطلع لك ما دري شنو صح سالنت هل عطاك الرعب اللي هو اللي هو الرعب انت خايف من شيء ما تدري شنو خوف المجول سلام عليك انت ما تدري شنو الرعب من شنو انت ما دري شنو صاير الناس ليلي يوم قاعد يحللون سالنت هل صح ليه اليوم قاعد يقول لك ان الوحش تدرنا قبل فترة طلع ما سهي رؤيته الرسام كان يقول يبقى ترى هو ذبح مرتب وحاطها بدبة السيارة بداية اللعبة بعد شمسنة توا بعد شمسنة مسودور اللعبة ايه قال يبقى ترى هو مضابح مرتب النهاية ترى حاطها بدبة السيارة وانت تبدلش اللعبة تمشي من السيارة ما تدري في رمد هد شنو ليش قا يطلع الوحش هذا ليش قايل حقك ليش ما يذبحك اعرفت في مرات يمر عليك ما يذبحك ليش لان هذا يمثل الخطيئة او الذنب اللي يسوا السن في لها يعني حتى في باليوتيوب في ناس مسوين سالنت هيل سيمبوليزم يتكلم لك عن الاشياء اللي بسالنت هيل يقول لك اني عزك مالله قبل فترة قرأت مغالة ان ليش سالنت هيل كل لعبة فيها حمام حمام فيه دم حمام مدر شنو ليش لان هذا المكان الوحيد اللي تدش بروحك وماك واحد ويعني لو مدش ما في احد وياك وراح تخاف منه اذا كان مكان موزين فيقولك اني هاتت هذه ابسط الاشياء مراكزين عليها هذا الرعب النفسي ما كان موجود قبل انا لعبت قبلها رزنت ايفل رزنت ايفل ما اعتبار رعب النفسي كانت تدري انت فيه زومبيز زومبيزين تتعارف بالغصة من وين يو زومبيز ولا اشه زومبيز تتعارف بالغصة شنو نفس شنو عندنا عندنا لعبة مثلا شادو اوف موردور نمس السيستم هذا شي يديد شي وايد قوي بوقت اي انا ما اعود الجزء الثاني بس الجزء الاول حزتها شنو انت تذبح اورك ترد بعدين اه انت ردت مرة ثانية او اذا هو اذبحك يترقى يصير كبتن اي بضبط او الله شنو هذا هذا ما كان موجود قبل صح لما نتكلم عن ديث ستراندنج انا ادري فيه ناس وايد رايقوا هات المطبل بس ديث ستراندنج رايق هذا الناس انا وانا قاعد العب حسيت اني بروحي حسيت اني عندك مسئولية عندك فاتي راز بطاق ايه عندك شوف الريال شو قاعد لا بس ميلا تقدر مش طولة لازم اشير لحدتك وتحسب حسابك اعتاد لك تفكر قبل ما تروح انت من بوينت اي لبوينت في مليون مرة شنو احتاج المايكرو منيجمنت ايه شنو هذا لازم عدتي حطها مني لازم الصب هذا لازم ما ادري شنو ادقة التفاصيل اذا بسيارة ما قدر روح المكان هذا وتحس ان انت بروحك بالعالم صح وتمشي وتشوف واحد يسوي شي هذا يساعدك تعطيه لايك وانت تكمل اللي هو باني فشي يديد انا هذا عندي اهم شي اللي هو افكار يديدة افكار يديدة اللعبة تقدم شي يديد هذا شي نادر لانه لحين اغلب اللعاب قامت تتبع نمط واحد اكشن ار بي جي كلهم وراه عالم افتوح وايد كلام اللي فيه لا هذي اوتلاست انا اوت وورد انا راح مخي سوري سوري اوتلاست رعب هذي اي سوري انا راح اوتر وورد احلف فرق الاسم مو يعني المهم اوتلاست انت طبعا اغلب العاب الرعب ان انت يا انت شرطي قوي يا انت عسكري يا انت عندك قوة خارقة يا انت مدرش هذا صح ادرس يا داش مخي سوبر هيرو بالنهاية لازم يكون فيه شيء او كلاس لازم تنحاش عندك كاميرا انت انت على قوة يسمونه انيمان انت اي واحد ما عندك قوة خارقة ما عندك شيء تنحاش بس عرفت العاب الرعب ما كانت تراكوز عشي هذا قبل ثاني شيء انا احبه صراحة الوالفويس اكتنج ما ادري ليش انا يجذبني الفويس اكتنج مرات الفويس اكتنج يكون سخيف اللي ما قدر اكملها لها الدرجة اللعبة لازم يكون كلها فويس اكتنج لا مو شرط بس هذا يعني من الشاء اللي تحببني اذا قال اي بنقول لها ياكوز او مو كذب بس يعني انت تقصد اذا كان فيها فويس اكتنج يكون دقيق بتتكلم عن ياكوز اكوز انت في في وايد مشاهد هو حاطلك الديلوك بطريقة مختلفة يانا الكاميرا ثابتة ويطلع لكلام شدي او ان واكفين صح او ان شراك بالفويس اكتنج جبار غوي ايه وايد حلو وايد غوي صندد تحطب الياباني اي وايد غوي الفويس اكتنج فانا سوري سوري على السات طال الياباني ونلاقي كلها ياباني ما في كلام بس الدبلجة الترجمة انجليزية ولغات ثانية نشوف حوارهم شون الياباني حلو خلي ياباني عندك مترو الفويس اكتنج مترو ريدوكت مترو لاس لايت مترو اخر واحدة اكسدس اكسدس حطى روسي بتاعت السريع اي راح اضيع ارد طبعا يا جماعة هو قاعد روسي لانا هي روسية لانا الرواية روسية اساسا جرب الفويس اكتنج روسي مال مترو فارق وما يقولونك افضل شي اصلا تحطى روسي ونفس الشي بلايك تيل لعبة بوفهد لعبة الفيران حط لعبة الطاعون حط اللانجوج فرنسي عيش عيش سيفة بياد كمان تليفو بس هذا اللي تعرف سيبيان انا زين بمعنى بخير يعني زين شوف همهني بدل يعني قال انا زين بعدين فلونك جاوب قبل السؤال فانا طبعا في عام الوايد بس انا من وجهة نظري ان اهم شي حلو من عندي ان اهم شي هو تقدم اللعبة فكرة يديدة بس للاسف ان اغلب العاب اللي تقدم فكرة يديدة هم انتي لان عندهم زرية لان عندهم حرية شي مهم الغصة شي مهم يعني شوف في العاب ناجح يعني في العاب ناجح ما تعتمد ان القصة مثل ماريو ماريو اقدم بلعب عرفناها صح وكل اللي لعبها لليوم بس فيها قصة قصتها انا قاعد اوار قصة عادية بس لي متى هذه القصة بس لي ماريو نظر كاسل بس قصتها عادية بس شنو جيم بلاي رفعها صح انا من وجهة نظري احب الالعاب اللي احس انه انه في مجهود قوي شذي على الفكرة انه فكرة يونيك ودائما الالعاب اللي تقدم فكرة يونيك هي هالعاب اندي ليش لانه عندهم حرية اكبر ما في احد فوقهم فيقدر انه يقدم شي دي نفس لعبة كابهد شنو في رسوم قبلها كابهد نفسه ما شفت أنا في لعبة شذي كابهد اللعبة كاملة مرسومة شنو يعني الستايل الرسم اللي هو ما ال هو لا لا قصد يعني فيه العاب هم اثنين في لعبة كانت نفس استايل الرسم هذا لا 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 ما شفت نفس سلست اللي في الظل ورا صح تكفى تكفى شو فكرت فيها اللي تنطي هي تنطي وراك بس انا عندي تعليق على ماريو ماريو اذا انت تقصد اللعبة حلوة اللعبة حلوة لما كنا صغار لعبة ناجحة 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 لازالت ناجحة وحلوة ايه بس انا تعليق شركة قايمة على اللعبة احنا انا شخصيا لما اشوف لعبة ماريو ناجحة لما كنت صغير بس تقولي احين لعبة ماريو لا بس ناجح بس ناجح هو ناجح بس بالنسبة لي انا من ناجح انا انا شخصيا يعني تعطيني فرضا ماريو ما راح لعبة بس لما كنا صغار كنت استمتع مع ماريو لانا لانا اي شي تلاعب تستانس حلم يعني شوف مثال ماريو كلنا نحب كونه يعني شخصية الطفولة شخصية الطفولة بالضبط يمكن حتى اجدادنا يعرفون ماريو لا لا انا من ربع سونك راجع حتى كراش انا من ربع سونك لا حتى كراش انا من ربع سونك ويرث ورم جيم الله لا تشوف هذي اللعبة كعدة وبرئ اسمها صار لثلتة ايرث ورم جيم ايرث ورم جيم انت لعبة لعبة خلصتها لا تبتلعبها ولا تبقلك لا ما رح لعبة شنو اللعبة اللي اخر شي البوس اللي بقرة انت تنط عليها بداية اللعبة عرمت تساعدك اللي بقرة تنط عليها عشان تتعلق اخر شي وهو البوس وهو البوس وشنو شنو فكرتها اللي ما دري شنو طاح على دودة بالارض كان صير ريال عرمت انزين في جالة بقولها على طاري ماريو انت قاعد تكلمون على ماريو ما نختلف كلنا على ماريو بحكم العمر وحكمنا قديم أبرز الشخصيات انا اقولك شي احنا مقاعد يعني نطيح من حظ ماريو ولا نقول لا 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 انا بالعكس ما طيح من حظ ماريو ماريو ناجحة ناجحة ونكسر السوق ناجحة بس ان انا ما فيها العوامل اللي انت قاعد تكلم عنها بضبط هذه موجهة نظري انا انا ما اقول لعبة سيئة بس اللعبة ما فيها قصة ماريو زلدة هذا بينقض زلدة وهذا بينقض بيش وانا الاقصد ان افكار يديدة نقطة الافكار يديدة انا هني راح اقول مثلا والله ماريو ادسي افكار يديدة يعني هذي سهلفت فكرة الهات او الله هذي فكرة يديدة صح غير لجيم بلاي ماريو انا لعبتها ماريو ادسي غير لك يعني ماريو اللي تعرفت اللي يمشي وينط بس لا غيرها انت تصير صاروخ انت تصير مشروع انت تصير دبابة تصير شبه كل شيء بعد تبت تكلم عن غصة لا لا بعد تبت تكلم عن غصة لا تقارق لي ولا شيء بمثل غير طبعا انا من وجهة نظري غصة انا معاك معانا كوجيما اتوقع انه هو يسوي غصة بعين توهق انا شون هو سوي شذي لحين شون اربط الغصة يطلعي غصة اقوى غصة مثل غير شون ربط لك شون سوي الجزء الرابع كان يسوي الجزء اللي قبل صخر اللي هو خامس قصة قبل صخر بعدين دخل لك شون تفكرته كافي ان قصتها قبل جزء الصخر شنو مخك انا شاعد اقول توا انت قلت الرابع انا قلت نزل الرابع بعدين نزل خامس ورجع قري ايما يا شون شون خلاتين سنة يعني عندك القصة هم الأشياء مخمة المخمة ما قلت القصة هم من المخمة زين حوامل فشل عامل فشل اللعبة يعني شون من وجه نظري تصير اللعبة سيئة اتوقع كده كلنا رح تفغى الميكرو تونزاكشن طبيعي علفاظي كلنا رح تفغى الميكرو تونزاكشن الوفر اوفر يعني 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 يزهقك عشان تشتري عشان الناس ما قال يوقفك عند لفل ما تقدر لازم تحتشتري وتطور نفسك احنا قلنا بنختصر احنا قلنا بنختصر بس للأسف ان احنا وايد انا وايد طولت خلنا اخصر انا السريع انا من وجهة نظري ان انا انا محب لأونلاين ليش تعطني اللعبة ما لعبنا هذي مو من الحوامل الفشل لمكن هذي شغلة شخصية انا عندي انا عندي لعبة هذي فاشلة اذا بس لعبة اونلاين مو مو فاشلة مو موجهة عرفت اذا بس مو مو دول اونلاين انا ما عندي مشكلة لعبة في اونلاين بس اهو بالنهاية السؤال رايك انت اي اي فهو يشوف اللعبة فاشلة بالنسبة له انا ما اشتريها اي شي تبتضيف تسوعة 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 تطلع وانت طالعوا البيت تدك تليفون شنو تروح اركايد تلعب قبلها شنو ما كان في شي مو كان بالكونسبت ما لها كان في قاري تسوقت تروح مكان لمكان ولك شنو حزتها من يفكر التسعة وتسعين من يفكر من يفكر لعبة فيها قاري اتمشى فيها انا راح مكان لمكان هذا الشبب اللي طيحت شي قطه اي شي مو الميزانية كانت بعد عندي شيء واحد جيتسيت راديو هاي هاي هذي أنت قاعد تعطي مثلة على أفكار أفكار رديدة حلو بعد في شيء تبضيفه نعم النجاح الألعاب الأفكار رديدة غصدك نزيل أبو فهد شنو العوامل بالنسبة لك اللي النجاح الألعاب أو العوامل اللي فشل الألعاب أعجل أخي بو فهد حاضر النجاح عندي اللي أشوفها هو شيء قصة طبيعة البشر بشكل عام عاطفين ألو مش باغتنا بو فهد باغتنا أعطيتك باري باري كمي مزيل خنايبك لنك بتبتيني ايدا ايدا طبيعة البشر عاطفين مزيل مزيل فالقصة تأثر حتى لو كانت القصة سواء كصيرة أو طويلة تأثر بطريقة سرد القصة أعطيك مثال على كلامك بالضبط واحد عاطفية مليون مليون العاطفية بأول دقائق والقصة كلها القصة كلها قدافور الأخيرة هم فيها من قصة عاطفية فيها أمور علاقة الأبو مع ولده فيها علاقة هذي تستراندينغ ويد العب فأنت يعني القصة يعني لازم تكون إذا قدر المخرج أنه يوصل حق قلبك منطريج القصة لا لا سيطر على عقلك لا سيطر على على حساسك ومشاعرك مع اللعب لا 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 سرح تتعلق فيها أوه تتعلق يعني أسمع اللقطة هذي خلا اللقطة خلا هذي يعني لها بكلف ثاني فالقصة هذه وتعتبرونهم شي ثاني عندي أخراج الفني كاهو اي زين لا خلالكم واقعين لاستوفص الجزل أول طبعا اللقطة اللي كان شاهد بنته وتموت بيده من رصاصة هذي تنساها هذا ما في أخراج فني هذا مو أخراج فني لحظة تنساها لا ما قدر نساها طبعا ليش مو أخراج فني أخراج فني لا لا أسمعني قاعد تكلم لما كان شاهد بيت وفتر وطاح وهو كان ابني قاعد فيها فيها أخراج فني لكن اللقطة غوتها مو بأخراجها الفني مشاعر مشاعر منه غوتها بالدراما هذي بالفويس آكتنج بكل شي يا رجل شكاعد يقول انت شكاعد يقول انت شكاعد يقول شكاعد يسوي لعبة العقد أصلا في مراجعين يقولون المشهد هذا يكفل الفلوس اللي انت قطيتها سيتون دولار كافي وصل هنا وطف اللعب بس والنهاية بس هما وايد يقولون حتى من بداية هيا راح تأخذك تذري ليش صح اللي سوو لأن انت وراء تلعب لعب من البداية يتشدك يتشدك يتسحب عليها صح بالضبط هما من أول شي عشر دقائق عشر دقائق انت تسوي شكاعد شكاعد انت حللت الفلوس ردد لحظة مشهد الأخير يعني فتشو لا لا ردد أقوى ردد الفعل من الناس فهذه اللقطات تتأثر تذري ليش نفس اللي صار بردد صار ب دستراندين ليش لأن انت دستراندين تعلقت بالبيبي صح صار في كونيكشن بينك بينك بالضبط باللعبة تردد انت تعلقت بأرثر صح فهذا هو اللي يبك تحس فيه انك تتعلق بشخصية بس هني ردد عاطفي وايد أكثر من دستراندين دستراندين صدمة صدمة هني عاطفي لكن انت صدمت المشاهد من ال هذا ردد محادي أنا ما كنت توقع صراحة بس في واحد ما بيأسب حرق علي هذا سؤال لحظة مايكا اللي ردد مايكا ما رح دستراندين انت لش سويت انت كوشين برودكشن برسز روكستر اسمه اللي راح بمايكا بردد يوم الطلع المطلع بالسوشال ميديا الناز قاعد تسبب تقريبا هذا اللي عندي في شغلة نسيت شغلة شغلة شمه الموسيقى نسرح خليها لك اي هذا الموضوع عندي بس هذا محمد شنو عندك اهم عامل من عوامل النجاح باللعبة رقم واحد القصة يعني القصة لازم تكون شوف بالنسبة لي أنا حب اللعبة اللي قصتها يكون فيها توست مو طبيعي يعني شوفك حطيت شنو ما وضعت توست مرة عليكم حرق بحرق ما عد يعني نبي ناخذ و نعطي مع الناس حتى رد اللي قال التويت عبارة عن حرق بضب يعني نبي ناخذ رأي الناس يعني أنا حب لعبة قصتها تمشي على نمط معين والله في توستي بياكوزة انطر انتح خلياكوزة يعني لعبة تمشي على نمط معين من القصة وصلت له وآخر شي يصير شي انت ما تتوقع أعطيك أمثلة طبعا لا لا مو ذات سراندينك التوب ناس ما قال مطلق مثل غير السلسلة كلها تحديدا الجزء الثالث الجزء الثالث بالنسبة لي أكبر توست بتاريخ الفيديو جيمز اللي هو سنيك ايثر أنا ما شوف انه في توست ممكن يصير أقوى منه عندك وين هو قصد انه التوست هذا اللي صار عندك بايوشوك الأول وينفينت بايوشوك ما قدر ألعبها ليومك انفينت الناس قاعد تحلل للنهاية يعني تحلل قصة اللعبة شو دعوة سألت لا والله العظيم يعني انت قاعد تلعب شخصية انت كومستوك شنون يربط لك مع رابتشر المدينة اللي تحت الماء شي مو متوقع والجزء الأول التوست اللي صار اللي من بداية اللعبة الشخص اللي يكلمك اللي العلمك التحكم يقولك روحني بطل باب هذا تروح آخر شي يكلمك واحد بس تسمعي يقولك فهذا اللي قاعد يكلمك طول الوقت هو هذا كان من أقولة وستات السلبيات نفس ما كلنا نتفق أتوقع حتى المتابع انت رقم خمسة اللي هو مايكرو ترانزاكشنز بساك الله والخير في شغلة يعني أنا أشوفها أنا ما عندي أشياء وايد في السلبيات موضوع التأجيل أنا هذا ما أشوفه من السلبيات دام لصالح اللعبة اللعبة صح اللعبة ملؤونة لصالح اللعبة أجل خذ راحتك بس تعطيني بروتكت نظيف بس أنا ما أشوف ان هذا عامل من عوامل أنا كأقول ان هذا مو عامل يعني فيه ناس وايد يقولوا تأجيل تأجيل يأثر العامل الأساسي يأثر لفشل اللعبة قبل ما تنزل اللعبة قبل صدورها الإعلانات والتضخيم باللعبة ووقت الصدور تكون شيء ثاني مثال لعبة واحدة بس Watch Dogs الأول داونغريت أقصد إي إنت ليش تشذب عليك ليش ليش قال تشذب عليك الترايلر كان شنو الترايلر بوقتها قال حق جي تي اي يلا تتوكل على الله وبي سوفت جي وايد والله العظيم أول حروب حق Watch Dogs قالت حق اللعبة قران ثف توتو توكلي على الله صح لما نزلت وين قران ثف توتو مرة ثانية شنو مات اللعب مات اللعب Watch Dogs فالإعلانات الكاذبة أقدر أقول تسويق تسويق الفاشل التسويق الفاشل والمنمق هذي بالنسبة لي عوام الفشل اللعبة المايكرو ترانزاكشنز والتسويق الفاشل والفويس آكتنك الفاشل الزهين عند عبد الله الحين عند صاحب السؤال صاحب السؤال عبد الله لك المايك أبحر أبحر شوف السؤال رأيك عن شنو اللي يخلي اللعبة ناجحة أو فاشلة رأيك شخصي بس قبل أروحك رأيي في ناس تشوف اللعبة ناجحة أو فاشلة إذا تقييماتها عالية أو مبيعات هذا بالنسبة للشركة الشركة تشوف اللعبة ناجحة أو فاشلة بنسبة لهم أرقام 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 شنباعة اللعبة صح وبالنهاية المطور يتفق مع البابلشر إنه لازم تتيب اللعبة التقييم لفلاني أو الأفرج ما لها يكون هذا التقييم الشركة مو هامها يعني عقلك ارتبط من اللعبة بالضبط أهم من نهاية الشركة مبنية إنها تبي تربح صح وفي أمثلة وايد على ألعاب فاشلة من ناحية الشركة لكن من الجمهور هي ناجحة مثال هم من يوبيسوفت Beyond Good and Evil هاي 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 اللعبة رقميا ما باعت تقريبا بالمئتين وخمسين ألف لعبة شي شيء يعني كمبيعات ما يرقام ألف لعبة نسخة باعت فما باعت اللعبة وفشلت بالنسبة للشركة إنها ما ردت لهم ربح بالنسبة لهم لكن الجمهور قاع يطالب بالجزء الثاني صح وبعدين يوبيسوفت قالت أوكي نسوي الجزء الثاني وقام يسوون في أمثلة كثيرة يعني على ألعاب تعتبر فاشلة من ناحية الشركة لكن ناجحة من ناحية الجمهور صح أحنا هي حقي أنا شخصيا شنو اللي خلي اللعبة عندي ناجحة أنا غسمها على خمسة أشياء هي مقومات اللعبة بالنسبة لي واحد جيم بلاي سواء تبي من أنها آلم مفتوح أو تبي لينيار أو تبي قصصية نفس The Walking Dead هذا يمكن يكون فئات يعني أنا أوجي هذه اللعبة حق الأوبن وورد حق اللعبة فهو بالنهاية أنت لما تيدش على اللعبة هذي أو حط براسك تشتري لعبة هذي لما تعرف أن هذه أوبن وورد أنت عارف راح تكون عالم مفتوح ممكن في أبراج ممكن في Side Quest في Main Quest فأنت فاهم الجنرى هذي شنو تسولف عندي في راسبار بأنت تروح تلعب الموجه حق موجه حق فئتك اللي تتحف بالضبط أنا ما أقول أنا أحب الأوبن وورد بس ما يمنع في ألعاب الثاني هذي طبعا مقاومات اللعبة Gameplay الشي الثاني اللي هو القصة اللي تقوم عليه اللعبة الثالث الأصوات موسيقية معاها ال Voice Acting الثالث طبعا القصة يدخل معاها الأخراج القصصي الرابع التصوير أخراج فني لا التصوير بشكل عام شكل أخراج فني يعني أتوقع في ألعاب ما فيها أخراج فني اللعبة بكسل Side 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 Celeste Celeste موسيقية مثال عقيمة فن غرس لا لا غرس فيها آخر آخر واحدة Zelda Link awakening Cadence of Hyrule Cadence of Hyrule فيها أخراج فني أن الكاميرا مو ثابتة مو بيكسل تتغير كاميرا تنشبعك لساعد سكرول لعذا أكثر من أكثر أنا أشوف أنا بالنسبة لي الأخراج سواء فني أو قصصي أنا أعتبره واحد أنا بالنسبة لي أدري أدري وائد ناس يقسمونها والأصح أن تتقسم حتى بالجوائز يقسمونها صح narrative شاسمه art direction وgame direction بنسبة لي أنا واحد ما تفرق معي فالتصوير تصوير أنا أهم أشوف عامل يقوم اللعبة في ناس يشترون اللعبة شون تصويرها شون لغرافيكس شون لغرافيكس لا أنا عاد شون لغرافيكس لا بس بس في ستين ساعة رح أعيشها باللعبة عرفت في ناس تقولي سبع ساعات بس قصة جبارة بلايك تيل بلايك تيل بلايك تيل بس ممتازة أغل مزم ساعة هل بلايك تيل هل بلايك تيل هل بلايك تيل ليش بهيل ليش كو تي اي انا واي دا ليش كل الانيميشن الانيميشن ما للي ويرو ويرو بزي ما يطلعوا لك كوبي بيست طرف لذا شون كيس مطلق طرعا بالنهاية شون كيس وبعدين وبعدين يبيين لك طريقة الأخراج جبار الاخراج جبار هذي أر دا ترفي لنا هذي 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 وان شوت اللعبة سمعت سمعت الساون تراك معلها ولا غلطة ولا غلطة نفس اللحن توم بريدر ولا غلطة بس مشكلتها أنا هذا اللي غثني كو تي اي ما لداعي الشيء ما لداعي هذي مثلا يبي حمسك النهاية علقني أحلى تعليقة بالنهاية ما أذكره شون صارنا المهم بس شغلة في ناس النهاية المنظرة ما أذكره بس في ناس انتهى حل أنا قاعد 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 قبلك في ناس شون قالوا قالوا اللعبة سيئة لأنك صيرة خمس ساعات شوف أدفع فلوس عشان خمس ساعات بالضبط في ناس قالوا عنها كثيرة لأنها خمس ساعات أو سبع ساعات هي اللعبة حتى لو تروح تشوف How long to beat it الموقع اللي بيين لك How long to beat ايه كم اللعبة تنتهي أو كم ساعة أو عمر اللعبة راح تشوف انها سبع ساعات حتى لو انت سبيد رونر لأن الوضع عبارة عن كاتسين QTE انت تحكم بالكاتسين في حالة ما يتطوف لأن الكاتسين هو جزء من اللعبة في ناس يقولون لا سبع ساعات ولا ست ساعات ما اشتريها وهذا أول تعليق كان عليها أول منزلت أول منزلت أنا كنت حيلا متحمس عليها وأذكر كنت أتابع تويتش كانوا الألعاب مسربة على طول يبثونها وعدين تطفل قناة ودور واحد ثاني ايه ودور واحد ثاني بالضبط ما تلقير شكلك سويتها فالوضع كنت أدور صج القصة بسرعة تخلص الغصة تحسبوه كاملة ما يعني والله يعني شوف أنا بنهاية الغصة لا إذا نزلت ثاني راح أشتري ليش أنا أبي أعرف المنظرة شنوه ش السالفة أنا عندي أتمنى أتمنى أشتغلون على الجزء ثاني صراحة رستيديو هو ش اسمه دون في شي دون ردي أط دون ردي أط دون شنو سيقوه أكبر لا ردي أط دون كلها كان يشتغل فيتا ومع فيتا السوالف فهذي العوامل الخمسة يكون التوافق بينهم أنا بالنسبة لي النسبة أهتم في الجيم بلاي نسبة 35% حلو أهتم في القصة بنسبة 35% فهذي الشغلتين هما اللي يشيلون عندي اللعب الأساس الأساس 70% هذا الأثنين هذي 70% الأساس في ناس تقول لك إذا تابع قصة رح شوف فيلم صح بس أنا إذا تابع قصة صج رح قراء رواية بس هم هذا نوع من نواع الترفيه انترتيمنت بالنهاية شوف على طاري الموضوع هذا كمع لما أذكر أقول بالنهاية هو منتج ترفيه والألعاب حاليا يمع الموسيقى والأفلام قاعد طلع الدبل طبعا الموسيقى الفلام الرياضة والموسيقى والأفلام والهلوت والرياضة والموسيقى كومبايند الجيمين أكثر منهم الجيم عورد الأخير كاسر رقم في اسم الأوسكار فصناعة الألعاب قاعد زيت يستعينون بأشخاص مثلا الرياضات معينة مثلا عشان بس يأخذون الموشن كابتشر صح قلتها صح لا تضحك الموشن كابتشر بعدين حط بالك أن الهولوود قاعد ديش بالألعاب عن طريق الممثلين زي ده تسراندنج مازر كيلسن نورمان ريدس عندي سؤال كل هذا لي أنت قاعد يقول أن في ناس يقولون تبي تطالع تبي تشوف مثلا كسينات ولا قصة روح تشوف فيلم ألعاب كوانتك دريم فيلم أوكي ألعاب كوانتك دريم أول ما طلعت أول لعبة فهرنهايت فهرنهايت اللي هي اندياقو بروفيسي لأنا بس بأمريكا ما يقدرون يسمونها فهرنهايت بعدين كان فيه دوكومنتري اسمه بعدين شنو صار هافيرين هافيرين كسرت الدنيا صح أنا عندي من أفضل ألعاب العاق فيها توست فيها توست مو طبيعي 14 16 نهاية توست فيها مو طبيعي بعدين عندك بيونتو زولز العاب ناجح وترى العاب ناجح عندنا صح شنو رأيك أنت باللعاب كوانتك دريم كوانتك دريم المخرج ديفيد كيج أنا من فهرانهايت بلشت ألعب ألعابها وائد قوي وائد قوي بس سمعت كلام شباب يقولون أن ديفيد كيج وائد ينقد على الألعاب وهذا ما أدري أنا من صحته صحيح مو صحيح هو لأ صح أنا يعني قبل كنت أشوف وائد تصريحات حق ديفيد كيج أن ينتقد اسلوب الألعاب الثانية عرفت يعني أي شي مو نفس سلوب لازم ينتقد مو نفس سلوب مو عنه مو نفس سلوب بس يمكن ينتقد النمطية اللي بألعاب اللي يمشون على باترن واحد بس انت عاداته وائد زيادة على اللزوم وحط ببالك هني بألعاب ديفيد كيج انت تديش عشان شوف قصة القصة بدافيد كيج جدا مهمة وإخراج والإخراج بس تيها حق جيم بلاي الجيم بلاي بسيط جدا تضغط ثلاث دقام مع بعض ارفع مادري شنو ارفع ما شنو التاتش باد فالدافيد كيج سلوبة بالجيم بلاي بسيط مو ممتكر بس تقديم القصص والشخصيات اللي حط وائد حلوة يوتيوبرز يطبوه في شنو ردك ردي اللوحة اللي ورا هي لوحة ورا وائد يوتيوبرز ولا يوتيوبرز واحد ما عدري أوكي اليوتيوبرز دافنين يا شباب نزيل كبلوا يوتيوبرز يطبب ديفيد كيج بصورة ديفيد كيج ورا هو قطب في ورا بالفيديو صورة ديفيد كيج وهو يقول هاللوحة الألعاب والأشياء اللي أحبه روح تأكد أوكي أوكي ترى بانيو بينك بساط اي انا اتوقح ترجم هور فهم كان حفروا احنا ما نغرز بس احنا مو قعد نطب بأحد بس نشوف الأعراء بالنسبة لي ديفيد كيج جدا ممتاز مخرج مبدع يقدم قصص وايد هلوة ديترويد أنا ليل حين ما خلصتها وما أدرك شنو النهاية لا أحد يحرق فكرتها فكرتها يا أخي فهرنهايت هافيرين بيوند توسول وايد ألعب طويل طبعا هافيرين عندي الأفضل ليل حين لعبت المشكلة قال بنزل فور دي لزل واحدة اللي هو مالبنت لعبتها لعبت أنا على ثري وشريت على الفور أمس شريت على أبي منزلين نسخة تشتنا هافيرين و بيوند توسول دبل بندر فهذي مثل ما قلت أنا العوامل الخمسة أهم اللي شسم تبي تضيف أونلاين أنا مو وايد مع أونلاين بس إذا في شباب يلعبون أونلاين أوكي ماك مشكلة بس إذا تيب جيم بلاي سيء قصة سيئة لعبة فاشلة تهت اللعبة صح أتى لو شنو تسوي يعني هذي جيم بلاي سيء و قصة فاشلة من عوامل طبعا اللي تخلي اللعبة فاشلة عندك أهم شي بالنسبة لها نية عوامل اللي تخلي اللعبة فاشلة واحد مايكرو ترانزاكشن اللي من تفقين عليه طبعا اثنين العوامل اللي البوبليشر الناشر وهو بعض المرات يخلي اللعبة فاشلة شلون لما المطور يبي أخذ راحته كنامي لما المطور يبي أخذ راحته هي كناشر لا نبي إحنا شذي نبي اللعبة توجهها شذي نبي التاريخ تنزل بالتاريخ الفلاني نبي مايكرو ترانزاكشن متل قير سيرفايف عشان تشتري سيف سلوت لازم تدفع مو سيرفايف والله لان هذا الآن هذا الجزء اللحيدي اللي حالف ماشتري لا لا عشان تشتري سيف سلوت تدفع شوف متل قير هم أهم وفرضة وأنه يكون في مايكرو ترانزاكشن على الجزء الخامس يلا ما كان في الخامس فيه بالأولاين بالأولاين فهذه الشغلات تخلي اللعبة سيئة وما أتجنبها نهائيا أتجنبها حتى لو هي قوية أبعد عنها أنت ذكر دنتلس دنتلس لعبة جميلة بس الوضع أنا بالنسبة لي أي شيء نحط فيه فلوس الوضع رح يكون يوم من الأيام فيتون أنا قاوم ما أدفع رح توصل لحق مرحلة رح تدفع إذا حبيت اللعبة لكن إذا طقيتها دليت ماكو مشكلة فالمايكرو ترانزاكشن الناشر وطبعا حط بالك مو بس الناشر أن يفرض المايكرو ترانزاكشن عادي الناشر اللعبة مو جاهزة يقول لك لا أنت رح تلتزن بالتاريخ الفلاني ورح تنزلها بالتاريخ منرجح كونامي مو بس كونامي بايو وير بايو ستديو جدا ممتاز عريق أنا مستحيل مستحيل أتوقع أن بايو وير طلع اللعبة بالشكل هذا مستحيل إلا إذا من ضغوط لفوكه بالنهاية أقدموا لعبات أنثم وكي فيها إش Toriyaki أشياء حلوة الطيران جيميبلاي الحركة يتصلك عليها بس بالنهاية ما في كونتنت شوتر لوتر فانا احتاج الاند جيم محطة ورودماب اول ما انزلت محطة ورودماب بس ما مشو عليه بس البرودكت لما نزل سيء بالضبط الحين لما تشغل اللعبة اذا لقيت واحد قاعدة لعبة اولاين اعطيك هلي تابي تروحك اعطير ماكو شيء فالناشر بعض المرات يضغط انا عندي يوبيسوفت يوبيسوفت مشكلتهم لما يروجون حق اللعبة واتش دوكس روجون لها غرافيكس هذا المشكلة اللي عند بعض الناس اهم شي عندي الغرافيكس هني انت قاعد طق اللي اهم شي عنده سيبر بوك هني المشكلة ان يوبيسوفت وايد 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 قاعد يسون المشكلة عندهم الانجن انا اتوقع يعرض لك مكان صغير يسوي لك اوبر بعدين اي حق يكمل اللعبة بالشوكيس يكون المكان اوبر حتى ديفيجين ون حتى اساسنس كريد اوديسي ايه بس تية حق المنتج النهائي الضخم اللي في العالم في غيره ما يقدر الانجن ما يتحمل او الاجهزة ما تتحمل بس بالنهاية اروح شوفها على تصوير البي سي تكون مقاربة يعني حق الشوكيس مقاربة حق الشوكيس وايد قريبة من الشوكيس غوست بريك بوينت على البلاي ستيشن تصوير مو ذاك الزوت العبها على البي سي شيثان وايد قوية يعني انا كنت اصور حق البي سي حق الشوكيس يقولوا لي غير التصوير عندنا فهني ايه يفرق هم الكونسل والامكانيات وغير شذيه يوبيسوفت مشكلتها تسمع حق الشركات في لعبة ديفيجن لما خاطر ظني اسمعت حق مايكروسوفت في بداية المشوار او بداية الجيل ان مايكروسوفت قالت لهم انه لازم تخلون كونسلين يكونون نفس الاداء من ناحية التصوير فنزلوا اللعبة مو على فالأجدي نزلوها على الريزولوشن اللي هو الناين هندرت بي اللي هي بيها الاكس بوكس عشان يرضون الطرفين عشان يرضون الطرفين اي هذي مشكلة انت بالنهاية الشركة مو هي اللي راح تشيلك مايكروسوفت ولا بلاي ستيشن بنهاية الجمهور جمهورك والدليل هالسنة او السنة حلنه وهالسنة اتجلوا وايد ألعاب من عندهم ثلاث ألعاب شمنا قادز واند مونستر واتش دوكس ثري اللي انا وايد من حمس لها ليجين ليجين وش اسمه لا 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 يوبي صوفت يوبي صوفت رايبو سكس كوارنتين يوبي صوفت كوارنتين يوبي صوفت كوارنتين حلو معنا انا اقولك اي بعد انا اقولك اي رايبو سكس كوارنتين هذه العلعاب اتجلوها عشان اشتغلان عليها صح والله يستر من بيوند قد عني بالمستحيل 2020 انا ما اعطب شيء ماكو شيء سبلنترسل فهذه هذه الاشياء هذه الاشياء لازم لازم سام فيشا يعني اذا انت طولت الناس وجريد راح يكبر ما راح يروح سبلنترسل اليوم زياد اقول لكم ما ايت قد لكم بي سبلنترسل كيستيري كذلك من الاشياء الفاشلة التأجيلات انا بالنسبلي والداونقريد الداونقريد لاستوفوس العرض الاول بارتو طبعا العرض الاول كان تصوير قوي بس ما كان انجيم كان سكريبتد واضح حتى تطنز ما الكريستل ديناميك اللي بسوي توم بريدا ان هذا سكريبتد جيم بلاي ايه ايه العرض الاول اللي انسيت حتى تحت السيارة وطقوها ومادري شنو لا العرض الاول اللي قاعد دق غيتار ويديش عليها لا لا في عرض ثاني الجيم بلاي انا قلت مستحيل هذا لا العرض الثاني شوفت را تقول مستحيل اكثر هذا بلاي ستيشن فور مستحيل بعدين يا العرض الاخير اللي توه داونقريد داونقريد واضح داونقريد ما حتتكلم لاستوفوس لا نها لاستوفوس بلاي ستيشن ايه غوستوف سوشيما التونيه باقول لك داونقريد بس بسيط داونقريد وماعتقد راح تنزلها السنة لازم نزلها السنة اه ما حتتكلم ماعتقد شفت يوم طلعوه اللوغو القوي قال ثلاث ألعاب أربع أربع ألعاب كانوا معارضينها وراك قال أسامي ثلاث ألعاب غوستوف سوشيما لا والله ايه قال انه ريليست دي سير بس ما قال غوستوف سوشيما هذا اللي انا شفته شغلنا عليها بروحها من زمان بس حط ببالك سكر بانش ما في وايد أعباء داخل يعني اللي رسم الشخصية واحد سعودي طلع منهم وهو الوحيد اللي كان شغل عليها طلع منهم فانتهى شون سكر بانش غالبا غالبا ما في أشخاص كايش تغلون عليه الروح حق الخامسين الربع اللي قاعدين هنا طولتها طولتها بفات طولتها بفات يلا اعتقدم عندنا أخونا ناصر أحمد يقول السلام عليكم يا وحوش الهب وعليكم السلام وخصوصي بوجريد أما بالنسبة للعومال يعني العوامل العوامل اللي تخلي اللعبة ناجحة بالنسبة لي رقم واحد القصة زاء طريقة لعب مميزة اثنين الموسيقى تلعب دور ودخلك في أجواء اللعبة وبس والله مشكورين واستمروا وهذه أول مشاركة لي حبيب نتشرف ولا تقطع يعني حياك الله أخونا الخامس حياك الله أخوي عندنا أخونا زيد زيد يقول طمان على أبو فهد الأسطورة يعني قايت طمن على أبو فهد الأسطورة يعني طمن عليك أبو فهد الحمدلله بخير لا هو هني طالع هني الحمدلله بخير الأسطورة واحد هني عن فأسطورة ما أنا عندنا الثاني أسطورة واحد معلقين صح معلقين معلقين تعليق 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 عادي 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 عندنا أخونا حسن علامي يقول سلام يا أساطير اليوتيوب وعليكم سلام وتحية لكم جميعا بالنسبة لوايد أشياء حالة بالحبيب بس أعتقد أهم الأشياء بالترتيب شذي القصة ساونتراك الجيم بلاي أما الغرافيكس والأشياء الثانية ممكن أمشيها بس لعبة بدون الثلاثة أشياء اللي ذكرتم أعتقد لعبة ما لها معنى بالوجود وتحية لكم مرة ثانية وشكرا حبي صحيح أتفق معاك 100% رون سا تسويق المبيعات وجودة اللعبة شمالها بالضبط أخصارها أطاك أفرول أي فالمبيعات ترجع حكي الشرك أخونا عبدالسلام نبيل يقول تحياتي لفريق الهب أخوي عوامل فشل اللعبة الحماس الزايد بين قوسين اقتل حماسك صح بالعلانات يمكن زايدة أخونا عبداللطيف القبندي يقول قواكم الله يا شباب هم شيء أن اللعبة ما تكون متكررة ولها أسلوبها الخاص وطبعا الجيم بلاي والقصة صديق لسيت أقول السلفة هذه قالت حل باللعبة بمعنى صح صح حل باللعبة واجد يذبح عندنا أخونا أساسي نكريد نحلبت لينغات بس لينغات بس لا والله فيها كلام صديقي أخونا غيمينغ هانزو يقول القصة أولا فكرة لعبة جديدة لا تشبه شيء سابق كيف هو صح كلام الأرت والرسوم والتوجه الفني طريقة اللعب الجرافيكس والتقنية المستخدمة ما خليت شيء صح والله ما خلي شيء وشخصيا أفضل أفضل اللعبة الخطية أو شبه العالم المفتوح أكثر لا لا يعني أني أرفض العالم المفتوح لكن يجب أن يكون الاهتمام فيه دقيق وشامل ولا تكون فيه ثغرات سواء على مستوى المهمات وقصصها وتوزيعها داخل العالم شوف أنا بجهة نظري وكلام هذا لعبة أساساً لعبة مؤساساً لعبة هيتمان بلود موني كانت مو لينير كانت سوبر لينير يعني أي ويقول والتوازن بين الصعوبة والوقت المستقر داخل اللعبة لا أبسلوشن مو بلود موني مو أبسلوشن اللي قبلها اللي مو أبسلوشن مو لخي لحظة اللي فيها اللي فيها الحوض البطة هذي كلهم أغلبهم فيه يمكن هذا بلود موني عندنا أخونا بوخالد بوخالد هلو بخلود هلو بخلود يقول السلام عليكم هلو بالغاليين عليكم السلام بالنسبة للشخصين أشوف أهم عامل للنجاح هو التسويق لأنه من خلال التسويق اللعبة توصل حق جميع أفراد المجتمع وتعطيكم فكرة عنها صح غير هذا أشوف متطلبات الجمهور تلعب دور مهم وكبير بنجاح اللعبة كل ما سمعتهم كل ما نال إعجابهم أما بخصوص فشل الألعاب أشوفها لما الشركة أو الاستوديو يعطون وعود ويرفعون ويرفعون من شغلهم وبالأخير يطلع كل كلامهم غلط بس عشان يبيعون فهذه تعتبر مصيبة غير التكرار الممل بعض الألعاب اللي يكرهك فيها أو اللي طوالة اللي ما لها داعي وبس والله والسموحة علي طالة ما مال طالة يا أبو خالد وعدل كلامك 100% عندنا أختنا أزمة XD اللي هي أسمة بس النكنيما لها أزمة سلام عليكم يا عائلة الهب وعليكم السلام من أهم العوامل اللي تخلي اللعبة ناجحة بالنسبة لي هي القصة وطريقة اللعب والموسيقى خاصة لما تقاتل العداء أو البوسفايت درك صوت يعني أي وتشتغل وتشتغل الغنية الهفي متل أو الروك دوم 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 وأكيد أداء الأصوات الممثلين لأنهم دور لأنهم دور في توصيل المشاعر بين الشخصية واللعب وبس والله ويعطيكم العافية الله يعافيك عندنا أخونا أحمد الحربي يقول السلام عليكم عليكم السلام بالنسبة لي عالم اللعب الجميل هذا رقم واحد طريقة اللعب فيها تحدي دارك سولز فيها تحدي دارك سولز المؤثرات الصوتية وبالتوفيق هم دارك سولز هم دارك سولز عندنا أخونا أحمد علي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله شباب الهب من وجهة نظري القصة ولا شيء غير القصة مثال The Witcher قلت لك الناس عاطفية بطبيعتها يعني يمكن القصة فيها خيانة وين عاطفية بالموضوع أنا تأثرت في القصة شون انت شعرك حساسة مثال The Witcher و Bloodborne Bloodborne القصة فيها فيها بس مو ديب مو ديب لما تقرأ اللور بس مو كل شخص خلص طبعا في مهمات جانبية او خنقول Bloodborne أثرت حق ناس وايد اللي قاموا يرسمون مثل أرت معين حق هذا ال MBC على سبيل المثال أقرب واحد اللي عبالي الحين اللي ورا الشباك اللي كان مريض وبعد ينقال لك روح شيء على مايا وبعد يتطلع ووصل لليقى الشباك مكسور تحول وحش وواقف عند الـ Checkpoint The Witcher Bloodborne God of War وألعاب كثيرة كان محرك رسومها جبار وفيزيائية قوية وتسويق إعلامي ضخم ولكن فشلت بسبب القصة مثال على ذلك Anthem و Battlefield وغيرها كثير وتحياتي طيبة لكم أهداء لأبو فهد يعيش ميزاكي الأبو الروحي للقصص الملحمية Dark Souls 3 و Bloodborne والله مكاف ضيد طيقتك تحية طيقتك تحية وانتقاعد 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 لا لا هازم أقوم يزاكي قاعد يقول عندنا أخونا صلاح كودة يقول التسويق هو من أكبر العوامل للنجاح بالنسبة لي عندنا أخونا سكيري مايك يقول السلام عليكم شلونكم شباب عساكم بخير بخير ثانيا الجيم بلاي إنه ما يكون معقد ويكون سلس للكل إذا كانت لعبة يديدة أو سلسة مستمرة وأخيرا قوة شخصيات باللعبة شوف أنا في نقطة يعني يمكنه هو يبي شيء سهل بس في ناس عاد عندهم بلعبوا شيء معقد item out wide صح طرح ويتشار تعتبر معقده حتى لو ما في item out wide في micromanagement نفس رزنة انت متى تشيل الطلقة متى تشيل الوردة جنطة تفول هذا جزء من التعقيد حتى ترى الشخصيات حتى ترى الشخصيات الموجودة في الألعاب ترطبط فيها أنت شخصيا رح ترطبط فيها أنت عندك مشكلة مع المشاعر اليوم مشاعر اليوم جياشة عندك قلبك اليوم تعبان يوزع مشاعر اليوم شفيك شلم مايقك بفهد فيش أقول لي بعد الحلقة أقول لي فضفضلي زين يقول أخيرا قوة شخصيات باللعبة مثل شخصيات الألعاب مثالا The Witcher The Last of Us وألعاب قوية الفشل يتعدد يكون بالعكس اللي قلته سابقا مع عنصر شراء داخل اللعبة يقصد المايكرو ترانزاكشنز وألوان عالم اللعبة اللي من الممكن تسبب صداع وتصميم زعماء يكون ماهو قد المستوى وأصف إذا ضولت عليكم يا الغاليين هياك الله يا أخي باي وقت وشكرا لكم على ساعة صدركم منها الأعلى والتقدم من الأفضل تسلم يا أخوي على كلامك الطيب عندنا أخونا عمار البادر يقول القصة زائد الكيم بلاي بالإضافة لتنوع المراحل أغلب الناس قاعد يتكلمون عن عوامل نجاح قصة يقام لأي مو قاعد يتكلمون طلع اللي تكلموا عن الفشل عندنا أخونا يقول يعطيكم العافية بالنسبة لي هي ستة رغم واحد الموسيقى اثنين القصة ثلاثة سلوب اللعب أربعة الأسماء هو يقصد المطورين أو المخرجين للأستوديو يعني ميا زاكي كجيما صح يعني من اللي سوى لعب بس فيه ناس اللي سمونهم اندر دوكز هذيرا اللي يتوى طالع فيه هذا بالنسبة له رأي الشخصي حقا تخذني درقا رغم خمسة للأسف بعض اللاعبين يكون أهم شي عنده لغرافيك وينسى نسبة كبيرة من المتعة صح إن بعض الألعاب فيها لغرافيك لغرافيك فيه متعة أكثر من أسلوب اللعب نفس مثال دي أس دي سراندينج وهذا شيء نادر وفيه ألعاب توزن كل ما سبق مثل غاد أوف وور وردد رغم ستة ما يكون فيها طور تعاوني لا الله أنا أنا في سؤال بالي خطر في بالي دايما دايما أشوف أن الألعاب تكون بيكسلز أو رسومها عادية مو عادية يعني بيكسلز أو من فوق أو كونوا كبار بالعمر يعني جيل خنقول ثلاثين وفوق أغلى هم عاشوا عاشوا مارسوا هذا العاب واستخدموا هذا العاب الجيل اللي أصغار يكون يدور الواقع الغرافيك والأي لا هذا شيء طبع طبيعي قول شيء أخير أحب أهني أبو فهد على فكرته صدق من زمان ما ضحكت على مقطع ألعاب وخاصة رياكشنات أبو مطلق يعطيكم العافية على مجهوداتكم على القناة أخوكم صالح استمينه استمينه خلص طبعا عشان تعرف عوامل نجاح اللعبة بس روح وشوف لعبة God of War أو The Last of Us لاحظت وايد قاعد يتكلمون عن God of War أو يحطونها كستاندرد للألعاب الناجحة بضبط God of War أو لعبة The Last of Us هاللعبتين فيها كل العوامل اللي تخلي اللعبة ناجحة من قصة وموسيقى وإداء الممثلين وإلى آخره والعوامل اللي تخلي اللعبة فاشلة بالنسبة لي يهمها طبعا The Drop Frame أتكلم عن أنهم يحاولون يوصلون لك شيء بس الجهاز ما يتحمل ممكن أو ممكن أهمة يكون غلط منهم ترى ممكن The Drop Frame وشاشات الانتظار اللي كلش ما حبه ويخليني أوقف اللعبة وبعد المايكرو ترانزاكشن أذكر Bloodburn أول ما نزلت إيه loading ما لها 6 سنين تموت روح نامش ورد على ما تخلص وبعد المايكرو ترانزاكشن مثل ألعاب Ubisoft اللي صار شيء أساسي فيها للأسف في النهاية أبي أحيي بجريد على شرحة لقصص الألعاب في القناة بسلوب جدا ممتع لدرجة ما أود المقطع يخلص وحاب أقول لك أخمط لك أتمنى أنك تسوي فيديوهات أكثر عن قصص الألعاب سمعت لأن أسلوبك مميز جدا وليل الحين أذكر قصة Ghost of Soshima بسببك وأتمنى أنك تاخذ راحتك في شرح القصة للألعاب وتخلي المقطع طويل شهاد أعتذ فيها يا أخوي وإن شاء الله تسلم يا أخوي أعتذر كتبت وايد بس لأن قلبي متروسة ما مدى أنا أشارك بالحلقة اللي طافت قلبي متروسة طالما عندنا دكتور نفسي هنا خلاله مشاعر قصة داويتش نازم علكتك صح علكتني علكتني 70 سنة جدا وشكرا لك للي قرأ تعليقي يلعفوا يا أخوي وما سوينا شي عندنا أخونا مشاعري رويشد يقول طريقة اللعب هي شيء الأساسي الأشياء الثانية بالنسبة لي ثانوية موسيقى قصة غرافيكس إلى آخره فمن رأي طريقة اللعب ومتعتها شلون يشدك أنك تلعب هي شيء الأساسي وتكفوني يا ربع شنو بجرب بس بدون دقوس يقصد فيديو التحدي عياك الله يا أخوي أخونا سلمان الدوسري سلام عليكم مع لكم السلام معكم سلمان الدوسري مشارككم في السابق ولين 100 سنة جدام إن شاء الله رام خمسة أنا بشطح شوي عم وضوع الحلقة بس قبل لا أتكلم حاب أقول وين طبلت أبو فهد ما أشوفها موجودة موجودة ما أخشوش تخبر على الذكر بالنسبة للمواضيع اللي حاب أتكلم عنها هو موضوعين إذا تسمحون لي وأولهم وهو ليش ما تسوون تخاتيم في القناة وتمسكونها بجريد أبو فهد أحس أحس أن هذا اللي ناقص الغناء وثاني شيء وهو عن بجريد وأقولها بصراحة أنك دائما تذكرني بملزلز في فكاتك وأسلوبك المميز وآسف طولت عليكم ولا تهملون موضوع التخاتيم وبتوفيق لكم وعلى راسي جميعا يسلام راسك يا أخوي والموضوع ونص الكومنت هذا موجه حق مطلق حبيب سمعتم أو ما سمعت التخاتيم إن شاء الله ولكن تخاتيم تأخذ وقت مشكلة تأخذ وقت هذا المشكلة أخونا عزوزي 20 قول السلام عليكم يا أساطير اليوتيوب عليكم السلام بنورين وتحية خاصة للكينغ مطلق أنت ملك الملوك أنا كينغ عجيش السالفة كينغ علشانو كينغ عجيش السالفة كم بي يا أخي أفكر أغير اسمي أخلي أكبر فان المطلق أكبر فان المطلق بزون فلوس حبيب قلبي والله بالنسبة للسؤال بالنسبة للسؤال الحلقة أنا أشوف عوام نجاح اللعبة رغم واحده هو الجيم بلاي السهل والممتع اثنين القصة والقصة اللعبة والغموض فيها ثلاثة التنويع في الأفكار مثال لعبة A Plague Tale Innocence قدمت فكرة جديدة في الجيم بلاي والقصة والمناظر يعني فكرة هجوم الفئران هذه الحالة فكرة قوية وجديدة وفكرتها خارجة عن المألوف احنا تعودنا على هجوم الزومبي ولا مخلوقات قريبة بس الفئران هذا شيديد وبالإضافة للجيم بلاي البطل وكيف تسوي لك طريق تعبر منه جد جد لعبة أسطورية أتفق معاك 100% داركسولس 2 كان في بوس تباري فيران كان في فيران عادية في واحد منهم بس اللعبة تعتمد على الفيران لا لا بس اك هذه إيه ولكن كان في مشد أو بوس يعني Plague Tale بأيقينها من داركسولس هذا كلام فايت لا لا بتقولها بس مستحي لا فكرة 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 ميزاكي نادا ميزاكي قول قول أنا أنا سويتها ما تشوف في الأولاين بس تشوف قطين أغراب داركسولس داركسولس لعبة أسطورية هذا كان جوابي استمروا يا أطلق قناة في اليوتيوب هالأيام تسلم يا أخوي وإن شاء الله للأفضل يا رب رسالة أخيرة حق أبو فهد بالله أبيك تقول لي اسم اللعبة اللي تكلمت عنها لحد يساعده اسم لعبة الفيران يعني هذا طلب الريال في الكومنت أنا أتذكر بلاك 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 تيل نزيل كمل اسمها كامل تبني أشوفها بتصير نفس سكرونة شغلة وصل للي انت تبيط عمرك بلاك تيل انسس بلاك تيل انسس بلاك تيل انسس لا حد يساعدك قايل لنا شوف لا حد يساعدك اتمنى ما كنت طولت بس جد جد استمتع في المشاركة معاكم حياك الله خلني خلني اكملني شوية ريح عندها شوية خلنا عبد المعين لزويد يقول سعد الله وقاتكم بكل خير يا أحلى جروب من وجهة نظري اشوف انه وحبكة الغصة وصعود اللعبة في الأحداث دون الهبوط بالمستوى في المراحل المتقدمة واجواء اللعبة من بيئة وساونتراك وشخصية البطر اللعبة شيء أساسي انه يجذلك من أول ما تبدأ اللعبة وهذا يجعل اللعبة ناجحة وانه وانه انفقدت وانفقدت أحد هذه العوامل اللي يجعل اللعبة فاشلة بالنظري وشكر لكم يعني اتوقع انك قاعد يقصد لما انت تكون الشخصية قوية وانت تتتعلق فيها عندنا نوكي يير يقول أسباب فاشلة لبعض الألعاب واحتمادها وكثرت وكثرت المايكرو ترانزاكشن فيها والتكار النجاح يعتمد على الجيم بلاي في الدرجة الأولى أكثر من القصة والإخراج عندنا اي ام بي بلي يقول من ناحية النجاح بالنسبة لي شيء واحد فقط الجيم بلاي بعض الأحيان الجيم بلاي بعالم اللعبة وباقي الأشياء قصة غرافكس أداء إلى آخره يستعد أنساها إذا كانت سيئة من أسباب النجاح الألعاب هو أن المطور يفكر في جودة اللعبة ومتعتها من جميع النواحي قصة game play غرافكس ما يكون توجه تجاري بحث وأنه يكون قادر على جعل الغير مهتمين بالألعاب يجذبون لها بسهولة ماضي إذا كان يقصد على اللي مو مهتمين بالجانرى هذا ولا مو مهتمين بالألعاب غير شر ممكن غير شر خير شر غير شر من غير شر من غير شر سؤال إلا بجريد هل تصحني إشتري لعبة ياكوزة وهل تنفع للمهتمين العالم اشتر 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 اشتري 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 وترى الرابح مغدوة معلومات على السريع رهيب مع أن ما تم ذكر اسم بو فهد فيه لكن عادي ما في مشكلة شكرا ياكوزة اشترها إذا أنت خنقول لك بالجي ار بي جي يعني حد شيء زايد مع الجي جي ار بي جي أما كقصة وقيم بلي أنا أشوف أنها حلوة مو حلوة جبارة عندنا علي فراسي يقول يا طبعا الراب الراب بلنا ما نبي بو فهد احنا معنا بعرب بو فهد قاعد يعذينا بالراب راب وشو مع المعلومات يا حبيبي لا لا خلتش يعني عندنا علي فراسي يقول يعطيك بالعابة شاب صراحة من وجهة نظري أهم من أهم عوامل نجاح لعبة معينة تسويق بوجهة نظري إذا نتكلم عن نجاح تجاري أما إذا نتكلم كمستوى أهم شيء يكون هناك توازن بين القصة والجيم بلي مع شخصيات لها كرزمة وموسيغة تصويرية ممتازة ورسومات محترمة وأهم شيء تكون خالية من المشاكل التقنية قدر الأمكان وتقريبا أكثر لعبة نجحت فيها الشيء هل جي لي هي قدفور أنا علي فراس من تويتر والسموح لسبوع يطاف ما لحفت أشارك أهلا وعا صح شد حيلك معنا أخوي شوي شارك ما يصير نفقد كتر كرزمة تلعب دور أنت عندك كرزمة خوية العاطفية والشوق والوله واللهفة أنت عندهم كرزمة عاطفية كمل ولا أزعلها لا عاطفي اليوم عنده عندنا أخونا عبدالحاق عيسى يقول السؤال التي تجاوبوني عليها الريزمت إيفل اشتهرت بسبب القصة ومشعر والله ماذا لا لا يمكن يقصد مشاعر مشاعر فقط والمشاعر اللي تقدم قصة من ناحية شفقت على بنت صغير سؤال بأتمنى تجاوبوني عليه هالريزمت إيفل اشتهرت بسبب قصة ومشاعر اللي تقدمها القصة من ناحية شفقة على بنت صغيرة في جزء اثنين ريميك أو من ناحية الرعب والنجاعة النفسي تجذبني الألعاب اللي فيها قصة ومشوقة مثل قادة فورو ردد أهلا شوفوا راحية الرعب القصة طبعا نحن كلنا نتفق أن القصة من أبرز العوام رزن تيفل متواجه حق الأكشن أكثر من يعني من من الشفقة ولا القصة هي تويست وأنه أنت تعرف شنو قصة التيفايروس شنو صار المدينة وشنو مادري شنو هذي تعالي تركز عي رزن تيفل أولي يقصد البنت الصغيرة اللي كانت بالجسمة بالبيت بحكورة هذا الريميك هو يقصد اللي في الجزء الثاني الريميك نما أبوها يتحوى نعم نكمل بعده عندنا أخونا Dragon Ball Z of Kakarot هل تقول يكمل وتقرأ؟ إلا أنك تنحت شوي Dragon Ball Z of Kakarot يقول المخرج أهم عامل في نجاح الألعاب إذا كان ممتاز راح تنجح أما إذا كان فاشل راح تفشل حتى لو كان ميزانية اللعبة مليار ما لأشغل أنا شوف المخرج ما لأشغل ليس جلال؟ يلا عندك يقول هذا قرأت ترتيب العوامل حسب الأهمية واحد اللي جيم بلايه هو الأساس والأهم يكون تبني لعبة كاملة عليه فقط أثنين الفكرة المميزة الابداع بشي جديد لا أخونا ليس مبدع بالكومنت عدي عبر من قلب الفكرة المميزة الابداع بشي جديد صح الثلاثة البطل أول بطلة الكارزمة بشكل والشكل بناء علاقة بين الشخصية البطل واللاعب صح أتفق أربعة القصة وحطوا واحد قد يكتب خمسة ساونتراك ستة الرسومات لازم تكون مميزة موهم تكون غوية موهم تكون مميزة سواء كانت 2D 3D بكسل عشان يكون لها جو خاص سبعة اللعبة ما تكون تجارية لأن طمع الشركات يمكن يدمر كل شي كلامها 100% صح وشكرا لكم يا أساطير وأي شيء يقوله مطلق لأنه عندك رزمة هاته الله عندي كرزمة نزيل الكومنت اللي بعده خلني أنا أقرأ الكومنت اللي بعده من توباري جان السلام عليكم جميعا وعليكم السلام يعطيكم العافية على هذه الطروحات والعناوين الجميلة اللي تخلينا نقدر نناقشكم فيها عن آرائنا وأفتارنا المختلفة مشي البدليات ضروري تمشي البدليات طبعا من وجهة نظري أهم عاملين في نجاح اللعبة أو فشلها بعيدا عن الساونتراك والغرافيكس وحتى الجيم بلاي هي حبكة القصة والشخصيات بصراحة وكوجهة نظري أنا ككاتبة أنجذب للقصة الفريدة والشخصياتها الداعمة لجمال القصة صحيح ما في قصة جميلة وحبكة جامدة ما تكون سببها الرئيسي شخصياتها المميزة والتي تخليك تعيش معها الحدث من وإلى بحماس وشغف الشيء هذا الشيء هذا عوالي بيزفني والله الشيء هذا بأرثر بأرثر ردد بسنيك يعني هذه الشخصيات اللي صد تخليك تعلق فيها وتحب القصة أكثر وهاري ميسل أكمل جيمس أندرلند بعش بقع وكيريو تشان على سبيل المثال عندك لعبة The Evil Within خليك من الجزء الثاني اللي كان مخيب جدا اتفق معه شختي نعم تهوني قلت أنا قبل شوي وأفسده بغباء منهم أقصد الجزء الأول كانت قصتها فريدة عن المحقق سباستيان وصراع الداخلي فلسطين فلسطين بس هنا عندي تعقيب تعقيب سباستيان كان بالجزء الأول جامد شخصيته ثقيلة زيادة على اللزوم يعني هي قالت معاناتها فلسطين اللي هو ما في مشاعر لأنه من صدم يعني ما كان فيه صح أنا بوكشي أنت خلصت اللعبة هل في حسنتنا فيه رابط بينك وبين شيء جذبك على الشخصيات رابط بيني وبين سباستيان نفس بيني وبين بيك بوس ولا دا بوس ولا لأ وبالجزء الثاني اللي الناس تتكلم عننا أنه مو حلو بيان لك قصة بنته وحسيت أنت عاطفة هني لأنه لأنه دش الموضوع بالعاطفة عاطفة حطه وبنت الظاهر مفايد داقة عليك شنجي لأنه لو تشوف قاموا يستخدمون علاقتك مع شخص ثاني قريب منك أيوه لأستوفاس والبنت بعدين قادة فور هم من سوني سوى وشي هل فيك أنت اليوم مشاعر مشاعر دا مشاعر هذي دايما يدخلون المشاعر نتا تهتم شخص صغير التيلة التيلة التو برودرز بعد عنده التيلة التيلة التو برودرز سباستين كانت قصة تفريدة عن المحقق سباستين وصراع الداخلي في الاستيم قصة جميلة والداعم لها كان الشخصية الأساسية سباستين وكيف أنك تعيش الأشياء المرعبة اللي شوفها سواء تجسد أمور نفسية لديه من ماضيه أو حاضرة المشتت ناهيك عن شخصية الشرير روفك اللي بحد ذاتها فخمة وابداعية وكيف تمت خيانته وسرقت عقله لكون ذكاء الرئيسي للاستيم لذلك الشي اللي أشوفه لنجاح أي لعبة هي القصة أولا وثانيا الشخصيات ما بقصة جبارة وشخصيات باردة ترفع لك الضغط والسكر بل نبي نعيش معها كل تقلباتهم النفسية وخوفهم وحتى تغيرهم المستقبلي السموحة ها 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 هذه لازم أقرعها ها 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 السموحة منكم كثرت كلام وثثرة لا بالعكس أحيان شاء الله اختي بس اعذروني تحمس لأني أهتم بهذه الأمور كثير وأعشق القصة والشخصيات اللي تجيب راسي بشكل يفاجئني أشكركم على المجهود وأتمنى لكم النجاح والتوفيق وأكيد من إنجاز تفخرون فيه لشيء أعظم تقبلوا مرور المتواضع والسلام عليكم جميعا عليكم السلام قصة إبل وذن حلوة بس أنا شوف التطبيق يعني الشخصيات الشخصيات التنوية كانت صفر على الشمال إلا روفك بس شفت مناضح لا ترى حتى بالDLC بالDLC أنا ما لعبته بس عندي واحد وايد متيم بدايب الوذن قريش راح للDLC القصة ترى بالDLC هم مشارحين وايد لحظة فيه نقطة ملامح منه فيه وعد عنده ملامح شوف ملامح أرثر لما قاعد بالقطار شوف إحنا شنقول لحظة لما قاعد بالقطار متى لما قاعد نطر القطار مع السيستر سيستر ما شو سمع المهم أخته كان يقول أنا عفريت أنا عفريت قال عبدال أنت تبي تقول كل هذا عشان تصحخ غلطك الماضي تعلمت يلا يلا خانا قول أنا يلا قول عالم أوتاكوي يقول مرحبا يا شباب سؤال مهم عوامل اللي تسبب اللي تتسبب في نجاح اللعبة هي القصة والجيم بلاي لأن أهم شيء هي القصة يجب أن تكون قصة مكتوبة بحرفية وإتقان وهذا يجعل من الأستوديو يصنع أجزاء من اللعبة مثل Last of Us God of War Metal Gear وعديد من الألعاب هذي وعلى ذكر وعلى ذكر موضوع لعبة هذا الأسبوع سألتها لتو ونهيتها لعبت سألتها لتو ونهيتها وقلت هذه اللعبة يجب أن تكون معيار لألعاب كمية الإبداع لا يمكن تصورها في هذا الجيل أو الجيل أتوقع قصده جيل بلاي سيشن تو هذا السؤال موجه الفريق أحسن قصة في الألعاب ممكن أن يكون هذا عنوان الحاقة القادمة صح؟ صحيح أنا بالنسبة لي لا لعبت ولا سألتها ليش؟ موالا ما لابلعب الرؤي آه عادية شنو آه شو شون ريال ما أحب العبر الرؤي لا لا أحب العبر الرؤي مواش أنا خاف ما أخاف عبد أي ملوذن ما أحب الأجزاء بس ما أحب سايلنت هل خلاص شو طالك خلاص بالنسبة لي سايلنت هل خلاص إلا إذا بتو وريميك صح؟ انطرني انطرني وأكشخ إيه إكشخ وانطرني إذا سوال كريميك نزين عندنا أخونا علي فارس يقول مساكم الله بالخير يا الرابع كلهم بسمه مساكم الله بالنور بالنسبة لي بطبيعة الحال القرافيكس والقصة والأشياء المعتادة كلها تنجح اللعبة لكن أنا أشوف إن الدعاية وتسويق الدعاية يساعدون بشكل كبير لأن حتى لو اللعبة مو بالمستوى إذا كان التسويق قوي ممكن ينتشلها حلوة ينتشلها مو؟ هذا هو قاسو جي ولكن أهم شي الجيم بلي لأن عادي لعبتك تكون قصتها نار والتسويق شرار بس آخر شي تطلع اللعبة بطاط مثل اللعبة لعبتها ساعة وبعدين وزعتها اسمها هوم فرونت ريفولوشن صح هذه كانت لعبة جدا سيئة وعندي مشاركة على السريع على سؤال الأسبوع اللي طاف يمكن أنا قلطان لكن أشوف لعبة بولي ما أخذت حقها من بين الألعاب البي أس 2 لا أخذت حقها يعني إعلاميا أخذت حقها كل لعبة روكستار أتمنى أن نسمع أخبار عن جزء ثاني لها ويعطيكم العافية وسموحة طولتها ومنها على ياشر العافية إياك الله يا أخوي عندنا مارك وزي يعطيكم العافية أكثر عنصر أشوف يساطر على كل شي في اللعبة هو الجيم بلاي ثم الجيم بلاي ثم الجيم بلاي ثم الجيم بلاي ثم الجيم بلاي صحيحة باقي العناصر مهمة لكن بالنهاية هذه اللعبة مش فيلم أو مسلسل طبعاً ألعاب تلتيل تستثنى من هذا الشي ما يصير تستثني العب ما يصير صحيحة ثاني اس من وجهة نظري كثرة الأغراض باللعبة وتفرح أزاي تسبب فشل باللعبة خاصة إذا الأغراض راح تأثر بلعبك إذا تستران دنقة توقع تسلسل الأحداث بقصة اللعبة يساهم نجاحها حتى لو القصة موحل ومرة أكبر دليل The Last of Us قصتها عادية لكن عرفوا يعطونك أحداثها بطريقة ساهمت نجاح صحيح عندنا ميديو ميديو يقول سامعيك وشاب الهب تحية لبفهد ومطلق وحمد العتيبي بعرق وإيش تتوقعون لو بفهد صار مخرج ألعاب الله أنا أتوقع يخلي يحط الحلاقة يحط كل شيء كل شيء كل شيء ثلاث سيديا اللعبة ثلاث سيديا اللعبة ثلاث سيديا ليش ليش وتشار فيها حلاقة بفهدها اسمع اسمع توصل توصل لشابتر السابع بدل سيدي بدل سيدي أوكي ليش ليش خبر العالم نهاية سيدي بروحة أخذ تشابتر لينير واربعة تي ليش تشابتر خمس وثلاثة الله 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 كيفكم تشابتر مغمة الزين اللعبة شنو عالم شوف لو بفهد بسوي لعبة راح يسميها أنا أقولك والله والله على السالفة اللي قلت ماي لايف بالضبط سويها تشابتر خمس وثلاثين والشخص إن هذا راح يموت بأمر خمس وثلاثين لنت عايش معها حتى شنو ما سواها خبازة سوي زينة بفهد سوال ما عليك قبل ما تكمل لا أعجب وكل تشابتر مدتها سنة سنة بفهد والله صد صد سنة تلعب بسألك سوال رد علي بسرعة أول شي على بالك جاوبني إذا بتسوي لعبة شنو بتسميها بسرعة 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 شنو حياة الأرواح كيفك كيفك يقول أتوقع بيخلي أهم شي عنده الواقعية والعالم من يتفق معي أتوقع أولو محمد العتيب طبعا طبعا أشارك موضوع الحلقة اللي فاتت وما كنت أقدر أشارك كيف أحبيت أني أشارك الحين ألعاب المظلومة بالنسبلية توقع بتستغربوه من جد أشوفها مظلومة اللي هي The Last of Us ها شنو لعبة العقد شون مظلومة شون مظلومة شون مظلومة كجماهيرين تقارنها بجمهور رزنت إيفل بتشوف أنه أكثر من جمهور اللعبة أنا رزنت إيفل القديمة بالضابط سلسلة سبعة جزاء وأكثر بعد هذه رئيسية سبعة جزاء ناهيك عن أوتو برايك وكاد فيرونيكا تعبية ناهيك نسيت يسويها الناس كثير تكلمون عنها بمغارنت رزنت إيفل يعني تلقى في اليوتيوب ناس مختمين رزنت إيفل من قبل ويرجع يختم برات ثانية في اليوتيوب لأنه ممكن المتابع يطفش إذا شاف لعبة ختمها من قبل وتعرف كل شي عنها وبعد أن شارتت مظلومة بنفس الشي لا أخوي غلطان شون تقال تقول الألعاب اللي خدت يعني صيت كبير صيت يمكن قصده يعني الإيجابية شوف يمكن أنا أمشي الموضوع هذا لأن الألعاب هذه متوجهة سينمائية بس ما تقول عنها مظلومة إن شارتت دعستها لا هي مو مظلومة أنا ردي على الألعاب التختيم لأن اللعبة سينمائية فتخيل أن أنا شفت الفيلم أرد أشوفها مع الناس نفسهم لنشوف الفيلم مرة ثانية ممكن إيه وعندنا يقول تلقي يوتيوب حين تختيم نادرة للحسابات والتعربية وتلقي تكون ممكن نزيح حسابات الأخبار أو شي ورزنتي بالحسابات ذي الفترة صارت كثيرة وأكثر من قبل موضوع موضوعنا اليوم عوامل نجاح الألعابي القصة الشخصيات القرافيكس موسيقيا يعني كل شي كل شي بالتوفيق عندنا التعليق اللي بعده من أخونا القاسم الأحمد يقول مساكم الله بالخير مساكم الله بالنور بالنسبة لي أهم شي في اللعبة تنوع الأفكار وعامل التسلية والصعوبة المدروسة ووضوح المهمات وارتباطها بالقصة الرئيسية صح عندنا أخونا فيصل الرشيدي يقول إذا كان قصكم النجاح أو الفشل من ناحية النقد بالنسبة لي ما في عوامل معينة لنجاح أو فشل لعبة جمهور اللعبة مختلف عن جمهور آخر صعب يكون هناك عوامل معايير ثابتة لكل الألعاب كل لعبة لازم تنظر لها بطبيعتها فمثلا لو شخص مهتم بقصص عميقة وممتازة مستحيل يحب لعبة دفل ميكراي بسبب قصتها العادية كل شي مو عادية دفل ميكراي القصة نهائيا مو عادية لو تلعب الأجزاء كلها راح تفهم القصة أيضا أذواق الجمهورة وتوجهات المخرجين تختلف من فترة زمنية إلى فترة أخرى وهذا الشيء يعطينا نظرة جديدة كلياً على نوع جديد من الألعاب أو التجارب المختلفة كمثال Death Stranding اللي بالرغم من سلبياتها تظل هي أحد أبرز التجارب اللي عشتها في هذا الجيل من ناحية كونها تجربة مختلفة كلية تماماً صعب جداً يكون عندنا معايير عوامل ثابتة للعبة معينة في النقد لأن كل لعبة لها توجه مختلف تماماً عن لعبة أخرى فلازم نراعي كل لعبة وتوجه المخرج مع اللعبة في الأخير لو نضرب مثال وجبنا اثنين من المراجعين أحدهم الأولوية عندها هي القصة والآخر الأولوية عندها هو الجيم بلاي وطلبنا منهم مراجعة The Last of Us مستحيل أن مراجعاتهم تكون متشابهة وهذا بسبب أنه ما في عوامل ثابتة للنقد شكراً لكم واعتذر عن الإطالة ما من إطالة يا أخوي لكن اللي قلتك كله أنت ما جوابت على السؤال الرأي الشخصي شوف كلامه أنا بعاقب على المراجعين إنه اللي تلاقي المواقع يكون عندهم أكثر من ريفيور وهذا مثلاً إذا وصل لعبة مثلاً في كود لعبة سباق ما يعطيها واحد يحب ألعب الأكشن RPG أو جي RPG إذا وصل لعبة شذيه فدائماً يكون كل مواقع الأفضل إنه تعطي المراجعة حق شخص يكون له باللعبة بالمجال طبعاً مولكل لا مولكل هو مولكل مولكل يعني IGN تدري هو الأفضل IGN اللي انترستد بالجيم هلو؟ والأفيلبل أي يعني هذي السياسة؟ هذي السياسة ما تتدري إنه واحد مهتم باللعبة مهتم تسوي ريفيو اليوم فاضي سو غيروا سياسة الريفيوز مالتهم يعني ماكو شي اسم أفاصلة الحين أرقام صحيحة بس تدري؟ لا والله يعني واحد اثنين اثلاثة ماكو شي اسم ثمانية ونص ثمانية فاصلة سبعة مافي خلاص من الفين وعشرين إيه يعني يعني تحط له واحد ولا تحط له عاشرة إيه يعني واحد فاصلة اثنين اثنين فاصلة ما لا داعي من وين يبت الفاصلة يعني بس أهو الأخونا فيصل الرشيدي شرحها بشكل عام يعني نزين عندنا أخونا بدر كرم يقول بطل عن الموضوع شوي وعندي اقتراح ليش ما تيبون ضيف شرف كل حلقة واحد من المتابعين بشروط معينة يعني يكون عمره فوق الواحد وعشرين مثلا عشان يكون شخص فاهم وواعي وتكون الطريقة مثل تسحبون اسم من الناس اللي يودها تطلع بالحلقة اللي يطلع اسمه يشارك بالحلقة ما شو رايكم بالاقتراح هل يناسبكم او لا اقتراح حلو لكن صعبة ان احنا ناخذ ضيف شرف طبعا نتشرف فيكم كلكم بس كل حلقة صعبة احنا كثر ما نقدر قاعد نستضيف ناس متابعين بالأوقات متفاوتة ناس لها الخبرة في هذا المجال عندنا أخونا شباتي بطاط كتشب ماي حار يغلي أي شيء والله العظيم هذا اسمه قوي من وجهة نظري ان نجاح وفشل لعبة تكون من القصة اذا كانت قوية او لا لو اللعبة لغرافيكس مالها عادي وقصة قوية بتنجح عكس اللي تكون مثلا غرافيكس جبار بس قصتها خايصة طبيعي ما رح تنجح وبتفشل وانا بصير فانز عقب فهد ويويلكم لو تقطون على بدلياتها واستمروا يوحوش الله يعينك الحلقة هذه عيلة عندنا اخونا رضاء العامر السلام عليكم يا شباب اول شي فعلا انت واقوى جروب بدون نقاش تسلم يا اخوي شهادة نعتز فيها يعطيكم العافية على مجهودكم الجبار فعلا البرودكاست فوق الساعة لكن يمر دقائق من خفة دمكم وسؤالكم الطيبة الله يعينها البرودكاست هذا بودكاست مو بروودكاست اغلب الناس تسمي بروودكاست على فكرة الصراحة ما ادري من اللي كان مسميكم سامجين قبل المهم انا شوف ان النجاح على حسب الجمهور يعني الالعاب اللي راح تحط لك باكات سكننات وما ادري شنو راح تنجح بس راح تستقطب جمهور معين والالعاب اللي راح تبدع وتطلع بقصغص جبارة مختلفة ويكون تطويرها بوقت كافي بدون استعجال او تسليك راح تعجب اغلب المخضرمين فبالتالي تنجح المخضرمين حق المصطلحات وبس ياريكم العافعي الله يعافيك انا قرانا هذا نكستمان يقول سامعيكم شاب تحييل اجمل فريق من وجهة نظري اكبر عامل يتخلي اللعبة فاشلة البداية البطيئة بسلو بلد غصدة عشر الخمسة عشر ساعة عشان تتخل بقصة ليش قوائد العبجي ردد ردد اربعين ساعة عشان تتخل بقصة التضييق على المخرج من ناحية الميزانية التسويق السيء الكلتشات عامل النجاح عكس عامل فشل اختصرها موفقين يا شباب وتحييهك بفهد وانا عازم على زراعة شعار نروح نزرع مع بعض لا لا بس خاص خليتي مابو قبل عمرك تم عراح ابتش 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 اليوم كله مشاعر هذه حركة بدك صوتين يرشي الوليد يقول سامعيكم اعطيك العافعي يا شباب تحييه خاصة الاسطورة عبدالله نجح بفهد الله يسلمك الله يسلمك موضوع الحلقة اشوف انها اسلوب اللعب وهو اللي حدد نجاح وفشل اللعبة من وجهة نطري وعندي طلب من فهد يا ليت او يكمل نيو ويطلع بلاتيني مقبل وما ينزل الثاني ويعطينا تقييم اللعبة لنا بصراحة اشوف اللعبة حل مظلوم وما حد ماطيها حقا صديق مخطط علي مخطط ارجع مرضان نيو بيوان اخلص اخلص الاربع لعاب انت اولا عندنا فيصل zero يقول نجاح اللعاب الغصة وطريقة سردها وعناصر تعكم والجيم بلاي واكيد الجرافيكس يلعب دور يعطيكم العافي موفقين قصيتك عندنا عبدالرحمر الصوفي حبيبنا سامي حر الشاب الطيبة يعطيكم العافي على شغلكم الطيب موجودكم الغير محدود من وجهة نظري نعم النجاح الرئيسي النجاح اي لعبة هو الاستماع للجمهور كابكم صحي وجعلهم جزء لا يستغنى عنه في صنع محتوى اللعبة كابكم مثل يلي صار مع ديفل مايك رايي قتلكم كابكم كابكم صحي العامد الرئيسي باختصاره هو اصدار اللعبة كل سنة نفس الشي يلي صار مع اساسا كريد وبسوفت معلش لا تواخذني طوالت عليكم وان شاء الله ايامكم كلها تفغي عرب تحياتي اليكوزاوي والاستاوي والكريتوس واللخ محرم اياك الله يا اخوي احمد البلوي يقول السلام عليكم يعطيكم العافية المهم اتوقع العام الاساسي الغصة اولا تمو القيم بلاي لان القصة هي اللي تجذبك وتخليك تشتري اللعبة وتعمق فيها القيم بلاي لازم يكون كوي صغير ممل من حيث البوسات والمراحل وغيره والساوند تراك بالنسبة لي الشي الوحيد اللي يخليني احشاق اللعبة بجنون كمثال تفهم على لعبة قصة كويسة جدا لكن القيم بلاي يتمل منها بعد فترة كودفين وصلت للبوس الأخير وأنا قادر أكمل أحس صارت مملة حبتين طبعا يقول عذر لأنه هاي الصعب عاد وقفت عند البوس الأخير؟ عندنا أخونا في راس باندي يقول عام الاساسي الاستمتاع في الألعاب الأولى القصة الثاني الجيم بلاي ثالثة نوع اللعبة أكشن أو خيالة ومغامرة أو رعب بقاء على حسب نوعية اللعبة اللي تحبها الرابع مسيغة اللي تخليني اندمج مع اللعبة وأنا ألعب ونسيت عام الأخير اللي هو جودة الصورة هالعام المهم أهم شي انك تستمتع باللعبة خلنا أكمل أنا عندكم هنا عندنا أخونا المايشترو أي تقول بوجهة نظري اللعبة الناجحة هي اللي ما تخليك تتملل وتحس بالتكرار وانت تلعبها بالعكس المفروض كل ما تتقدم تتفاجأ بالتنويع في المهام وطريقة اللعب عدم عبدالعز الحبيل يقول سلام عليكم يعطيكم العافية جميع عليكم السلام طريقة هذا عبدالعز الحبيل اللي رحناها بالدوائر احنا الدوائر الحكومية وضبطنا واصل لأنك أنا يحب لك يا أخوي عبدالعزيز إن شاء الله يكونوا هو صحي عادة ألا أنا كذلك حياهم الله كلهم طريقة اللعب والغصة بمسيغة أشوفه من أهم العوامل لما سوى الفشل الألعاب ممكن يكون تكرار سوء سرد القصة وطالتها بدون فايدة إشاء أقول لكم وجودكم عندنا ذهب فان ضيف الشرف كاتب حياك الله يقول سلام عليكم شعوب من وجهة نظري أن تكون متوازنة من خلال الجيم بلاي والقصة والساونتراك والغرافكس ومثلا كانت اللعبة التحكم سيء لكن الغصة متازة والغرافك والساونتراك متميزين رح تنجح لأنها ضبطت عديد نواحي يأتكم العافية والله يا عافيك عندنا عبدالكريب الشمر يقول بالنسبة لي أهم العوامل نجاح اللعبة هو القصة والموسيغة وطريقة اللعب والجيم بلاي وشخصيات لأنها شخصيات عامل مؤثر وتخلي اللعبة ترسخ بالأذهان مثل سنيك أرثر نيثن دريك كيرلت دانتي وأكيد الزلم كيريو والله أنت الزلم أخوي أما بالنسبة لي عوامل فشل اللعبة ما عندي عامل معين بس ممكن مدة اللعبة واستمره وحوش الهب حبيبي يطول لعمرك عندنا أحمد كلبان يقول سامعيك محمد الله وبركاته يعطيكم العافية فريق الهب أهم عوامل هي طريقة اللعب والقصة والغرافكس ويجب أن هذه العوامل تكون في تناسق مع بعض هالبعض وعندنا أخونا سامي يقول لغرافكس هي مهم مرة بالنسبة لي وعادي تكون الغصة مو مرة إذا كانت إذا كانت طريقة اللعبة كويسة أهم شيء اللعب أنا ماني جالس أتابع فيلم يوم الغصة تصير أهم شيء تحية لأبو عرب البخ عندنا أخونا عام نوتو هيرو يقول سلام عليكم جميعا عليكم السلام أعتقد عوامل نجاح تختلف من لعبة للعبة ألعاب الأونلاين عوامل نجاح تكمن بدعم لعبة أول بول وتنزل المحتوى من وقت لآخر مثل لعبة Grand Online ويقصد GTA أما ألعاب السنجل بلاير كتابة القصة والشخصيات تكون عميقة مو أي كلام ويكون جيم بلاي ممتع ومتنوع مثل دوتشر ويعطيكم العافية أخونا عابر سبيل يقول أذا قصدكم نجاح تجاري فأكيد أول عامل هو تكون موجهة للأطفال أو جميع الأعمار وتكون مركزة على الأونلاين وتكون لعبة مجانية وأمثلة كثيرة مثل هذا الألعاب PUBG و Fortnite و Minecraft عندنا أخونا كينغ يقول من وجهة نظري أهم عوامل نجاح للعبة هو التسويق أو الإعلام بشكل عام يعني ممكن تكون اللعبة مو حلوة ولكن بسبب التسويق والإعلام اللعبة تحقق المبيعات وتنجح وممكن العكس وشكرا لكم على البودكاست الجميل عفو يا أخوي عندنا Gun B3 الإخراج جذب اتباه اللعب طبعا الموسيقى والألوان إلى آخره كلها جزء من الإخراج وبعدين التحكم يعطي حساس أنك داخل اللعبة صحيح عندنا ريو يقول مساكم الله بالخير أنا أشوف النجاح والفشل يعتمد على توجه اللعبة مثلا لو كانت اللعبة عالم مفتوه رح يكون أهم عامل للنجاح هو استكشاف العالم وجماله وتنوع بيئاته قصدك وفهد أكيد لأن الغصة بهذه الحالة ما رح تهتم ما رح تهم بكثير ما يهم العالم على سبيل المثال زلدة قدمت قصة جدا عادية بس المقابل قدمت أفضل عالم مفتوح من ناحية الاستكشاف والتنوع بالعالم اللي يخليك ما يخليك تمل أبدا لو كانت لعبة هاكن سلاش مثل Devil May Cry عام أهم عامل هو الجيم بلاي ومثل ما شفناه بالجزء الخامس الغصة كانت ضعيفة لكن الجيم بلاي كان أسطوري وهذا سبب نجاحها والعاب التودي أول شي تحتاجها هو الموسيقى عشان تضبط لجو اللعبة وبعض الألعاب تحتاج القصة والجيم بلاي عشان تنجح بالنهاية مثل ما قلت يعتمد على توجه اللعبة صحيح كلامة صحيح صحيح أهم يقولهم يا عندنا راشد النغبي يقول يا أخي الله يسعدكم مرتين مرتين اعتقد انتقيت بعض الفيديوهات عندكم وشفت لايك منكم عليه كلها وهي رسالة منكم تستمعون 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 كل جمهوركم وتتقبلون النغد بساعة صدر موفقين يا رب وعن الموضوع أقول التسويق ثم التسويق في التسويق تغريبا لعبة دبي استراندق دبي استراندق دبي استراندق أكبر مثال إذا بني على الصج ترى ما فيها غير توصيل الغصة كانت 10.400 بس حتى لو كانت الغصة جديدة أول أنا بحقب على موضوع أننا دايما نقرأ الكومنتات حتى اللي عندهم نغد لأن الشي هذا يساعد نحن نقدم أفضل نحن نعدل أشياء فينا اللي ينتقدنا وما عاد أنه يكرهنا ما يحبه بالعكس اللي قاعد ينتقدنا قاعد يساعدنا ممكن يبيفيدنا عندنا عزوز طليح يقول أنا شوف لابد تكون لعبة مطويلة مرة ويكون الجيم بلاي ممتع والقصة أمتع لأن هذول الأثنين يكملون بعض ما يصير لعبة قصة قصة بس ممتعة ولعبة بس الجيم ممتع وشي ثاني يفضل اللعبة ما تكون فيها فلسفة كثيرة يعطيكم العافية حبيب الله يعافيك عندنا أخونا محمد قطر يقول سلام عليكم يا ربع معاكم أخوكم محمد من قطر ونعم فيك أخونا وأخواننا كلهم قطر عوامل نجاح اللعبة أول شيء قصة اللعبة وطريقة اللعب هل بتكون منظور ثالث أو أول أو ثاني أو أول وثاني شيء محرك اللعبة إذا يلعب دور في عالم الألعاب هذا شيء مختلف فيه واللي يخلي اللعبة ناجحة هي القصة والقيم بلاي ومدة القصة إذا طويلة أو كثيرة وتنوع في اللعبة يعني تنوع في المهام الجانبية مثلاً ما يكون فيها تكرار والغرافيكس عنصر مهم في نجاح اللعبة والرسومات والتفاصيل في اللعبة والحوارات بين الشخصيات والأصوات والساندراك وفيه أشياء بعد كثيرة بس أنا تقريباً اللي يهمني في اللعبة بكرته أما الشيء اللي يعيبه اللي يعيب اللعبة ويخليها فاشلة هو إطلاق اللعبة في وقت غير مناسب لها وعدم التركيز على القليتشات هبوط الإطارات اللي يعتمد على محرك اللعبة وطريقة القصة هل هي باردة ما تنبلع أو قصة مش مفهومة معقدة تفاصيل الشخصيات وعالم اللعبة يكون أي كلام إلى آخره ويعطيكم العافية ما قصرته أتمنى أن وجهة نظري كانت واضحة وارحنا تكلمنا على الموضوع هذا قلنا أنه في مرات البابليشر يضيق الخناق على المطولة هبوط 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 هذي تدرس عندنا أخونا أو أختنا أراراقي زيرو زيرو إذ كان قصدك بالنسبة لي فالقصة أهم شيء أما أساس نجاح أي لعبة فهو الجيم بلاي لأنه هو جوهر اللعبة وأبسط مثال ديفل مايك راي قصة عادية وحتى سطحية بس جيم بلاي قوي وأساس فشل اللعبة وهو التكرار وضعف القصة اللي تمللك منها يا جماعة أنا مسغرب اللي يقول قصة ديفل مايك راي عادية أنا كن مفاهمين القصة عادية ممكن ويمكن يتكلمون عن الخامس حتى الخامس قصته وايد حلوة التوست اللي صار بالنهاية بس كوبي بيست من الثالث أوكي بس كقصة حلو أي قصة أوكي قصة حلوة أقوى قصة ديفل مايك راي أسان الثالث الثالث أهم القامس لا يستهان فيه القامس قلت اللوز نور البطاينة أخونا نور البطاينة أخوكم من حساب هاند هيلد جيمر والنعم فيك على الإنستغرام إن شاء الله مشاركتي خفيفة عليكم حياك الله يا أخوي عوامل نجاح الفيديو جيمز تبدأ بطريقة لعب مثالية جيم بلاي مميز وسلس وغير معقد ثم بناء أحداث وشخصيات وحوارات تساعد اللاعب على فهم القصة والاستمتاع فيها وأخيرا مؤثرات صوتية وغرافيكس يواكب التكنولوجيا الحالية في عالم التقنية وأما عوامل الفشل فهي عكس عوامل النجاح في الأعلى جيم بلاي ممل وصعب التحكم بالشخصيات وفيزيائية خاطئة على سبيل المثار مثار؟ على سبيل اللوز بعد هذه أي والله على سبيل المثال لا الحصر لعبة ديث ستراندينج لا أحد يزعل العامل الثاني إدارة سيئة في بناء الأحداث والقصة والشخصيات والحوارات المملة كما هو الحاصل مع ديث ستراندينج حوارات مملة وتنطيط مش طبيعي وأخيرا سوء اختيار الموسيقى والقلتشات الكثيرة وسوء الجرافيكس وعذروننا على الإطالة والله يعطيكم الصحة والعافية محبكم وأخوكم بفارس من البحرين هانت هلت غيمر أخونا عبدالله الفراج يقول خلي سؤال الحلقة شوي على جنب تحية احترام وتقدير واعجاب لكل أعضاء الفريق على جهودكم الواضحة وشلون بلشته مرة ثانية من الصفر يوتيوب تسلم يا أخوي وشهادة نعتز فيها ولصديق الطفولة مطلق أنا فخور فيك لأنك سويت قاعد تعرف منه تقاعد حاول تذكر منه صح؟ العبود عبدالله الفراج هذا صديق الطفولة من الافتدائي ما شاء الله هذا كنت روح تلعب عنده بعد؟ من المحبين رزدنت ايفل كنت روح تلعب عنده؟ لا لا كنا نتناقش موضوع رزد ايفل بساحة مدرسة صقر الشبيب العبود أهلا بالحبيب ولصديق الطفولة مطلق أنا فخور فيك لأنك سويت الشيء اللي تحبه منه أنت صغير وكملت فيه الله يعطيك العافية الله يعافيك يا أخوي معاكم المستشار القانوني لفريق الهب عاد رضيته ولا ما رضيته كيفكم؟ العبود محامي والنعم يا أخوي عبدالله وصديق الطفولة واليوم أنا مكلمة استشار القانونية صدفة شون جمعنا سؤالك ما سأل شون جمعت وشون بلشتم مرثاني وقصد شون بلشتم مصدفة مرثاني هو يقصد أنه حب حبنا حق هذا الشيء هو كان معي على خط بالسالفة انت وين قريت وانت جمعني هو كان معي كيف أبو فهد؟ كان معي على خط بالسالفة بعد دراسي العبود وانا أتشرف فيك انت مو بس صديق انت أخو شوف المشاعر سلام عليك شوف أجعار للجي قلت لك البشط البشط؟ البشر تكفى بوفا يدخل مشاعرك حقك يوم يعني عاطفيني بمشاعرك لا خلا ولا عدم يا العبد بعد دراسي عندنا أخونا بو حيدر يقول ليهو صفر 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 متعة اللعب فوق القصة والرسومات متعة اللعب ثم متعة اللعب أخونا فيصل يقول إيش لعبة الجيل بالنسبة لكم last of us بالنسبة لك مطلق بوفايد بسرع لعبة الجيل لا مايقدر لا لا لعبة الجيل عطني أول لعبة أطرع على بالك آخر لعبة عشر سنين غادفور غادفور عبدالله أتري أتري أول لعبتي على بالك Metal Gear The Phantom Pain لعبة الجيل بالنسبة لي بالنسبة لي بايوشوك انفنت صدمت أخلاقكم أتري ولا لعبة من بايوشوك لعبت لأنا مايقدر بايوشوك انفنت لعبة الجيل أخونا محمد نعيمي يقول تحييه طيبة لجميع عضاء الهب أهم العوامل أعتقد القصة والقرافيكس وسلوب اللعب وما تقدمه وما تقدمه لعبة من أفكار وفي رأي هذه هي العوامل اللي تخلي اللاعب ينجذب للعبة أو لا وشكرا على مجهودكم الخرافي اللي تقدمونا حقنا هذا أبسط شيء نقدرنا نسوي الله يوفكم ويرزقكم يعطيكم العافية أنا شاركت الحلقة اللي فاتت بس متأخر أعذروني إذا سمحتم بجاوب هنا الألعاب المظلومة كل الألعاب اللي من أفلام دريمورك توي ستوري توي ستوري وهذه اللي ألعاب أكثر من رائعة رائعة ودسؤونرد وجاوب السؤال هذا أنا أشوف كل العناصر تكمل بعض يعني اللعبة قصتها سيئة والجيم بلاي حلو ألعبها لكن تبقى جيدة يعني لازم عناصر لعبة تكمل بعض عشان اللعبة تطلع حلوة ورائعة إلا في حالة وحدة إذا اللعبة فيها مثل البوس حق سكيرو قليل الأدب صفر على طول اللي من فوق الظاهر هذا مو بوس هذا بعد موب عادي موب عادي لو اللعبة ممتازة هذا رائعة هذا اللعبة جاء جاء فيها مشهد مخل يمديني أضغط ستارت لكن سكيرو بوس كامل قليل الأدب وتحية الأخوي الغالي أبو فهد الله يوفقه ويرزقه أبو جريد أبو عرب أتيبي الله يوفقكم يرزقكم تراني متابعكم من أول ما افتحته القناة القديمة يعني عشرة عمر من 2013 وأنا أتابعكم الله يوفقكم يرزقكم أجمعين يا أخوي ونتشرق فيك بعد عمرك أخونا سايكو هل تبتكمل؟ يلا روح سايكو بوف سايكو بوف قبل لي يكون ممتع منوع وكثير وكل ما تقدمك تقدمك في لعبة تصير أصعب كل ما تتكمل باللعبة تصير أصعب ويعطيك أسلحة أكثر وتنويع في الوحوش أبسط مثال Resident Evil 4 Devil May Cry God of 4 ألعاب خطية يكون فيها متعة أكثر عكس على مفتوح اللي غصب يبيك تلعب أكثر وتسوي مهمات أكثر عندنا أخونا عادي لشمر يعطيك من عافية وحوش الهب بعد راسي لا 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 تسوي تي شيرت وحوش الهب شام واحد يدي يقول وحوش الهب تسوي وحوش الهب يعطيك من عافية وحوش الهب متميزين كالعادة أنا بالنسبة لي أشوف الغصة والجيم بلاي وتأثيرات موسيقية وبصرية بالنسبة للغرافيكس ما أشوفه عامل مؤثر بشكل كبير النجاح أو فشل الألعاب والدليل الألعاب البكسل الناجحة بالنسبة المشاكل التغنية اللي تكون خفيفة ما تضر التجربة بشكل كامل عندنا لوي ميلان يقول أهم عامل نجاح لعبه هو القصة والجيم بلاي عندنا الياباني راشد الياباني كاتب لا بيوت بيوت هذي ولا شنو بيوت 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 راشد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب وشخباركم وين سايرين اليوم سبب اللي يخلي اللعبة ناجحة القصة والجيم بلاي واللي يخليها فاشلة الطمع وونلاين وسلامتكم الله يسلم طفولنا صلاح المزيد يقول يعطيكم العافية أول شيء أحلى تحية لكريتوس المكافح علشان ألعاب الرعب بعد بعد أنطر أعيب الأمنيجية أنطر أبو عتيبي صاحب الأذن الموسيقية أبتشيكم مصطلحات مفروض أنت تحط صبع هذا ليموجي أبو جرأي المرعب والياكوزاوي أثنين في واحد أبو عرب خبير التقنية ودي أنصحك نصيحة يخلك نفس الحلقة اللي طافت كنت متفاعل وايد وعطيت جو للبودكاست مع الشباب مو دائما مفيد هذا طبع أبو عرب يا جماعة أنتم لازم تفهمون حتى دوانية طلعة هادي إحنا قاعدين واربت وسولف أو بطل موضوع كلنا نسكتنا خليه كمل وجوابي على السؤال من ناحية النجاح أول شيء الجيم بلاي والغرافيكس بما أن إحنا في طفرة وبعدين القصة والساندراك أحس إذا ارتبطوا ببعض يطلع منتج خرافي ومن ناحية الفشل العكس اللي قلته طبعا وآسف على الإطالة بس أنت وقروب رح أقولها مليون مرة تستهلون الدعم عشان شذي الواحد يحتاج أن يعطيكم حقكم ولو بكومنت إلى الأمام يا وحوش الهب وحوش الهب خلاص راسبي وحوش الهب سوي آشتاق عندنا أخونا أبو خلود يقول سلام عليكم يا شباب الهب أخباركم وش مسوين وسلامي وتحياتي المطلق الجريد الياكوزي وبعتيبي الأسطورة أبو فهد كريتوس يشيرت يشيرت ياكوزي ياكوزي كريتوس يمطلق وصل المبلغ المتفق عليه وفضعتنا أخوي وش ساوي معود المهم ندخل وبصلب الموضوع بالنسبة لي أهم عامل النجاح اللعبة ألوى هو الجيم بلاي ثم الجيم بلاي ثم الجيم بلاي ثم القصة ثم الرسوم أما باقي العوامل ما أحسها مهمة مثل الموسيقى ويعطيكم العافية شباب واستمروا للأعلى أبو فهد سو تختيم لعبة سيكيرو ترى حيل حلوة بالنسبة لي أفضل من دارك سولز على فكرة لعبت دارك سولز ماذا؟ هو وقع يقول لك هو لعب دارك سولز بس يشوفه أحلى من دارك سولز عندنا أخونا بلاك آش يقول حيي الله شباب وتحية خاصة اللي بفهد حييك من وجهة نظرية تجاه اللعبة يعتمد على الجيم بلاي والذكاء الاصطناعي اللي هو الـ AI والتنوع في العوالم والبوسز والـ OST الجميل واللي يتفاعل مع الأحداث في الوقت الصح والعام اللي يخلي اللعبة فاشلة تكرار وعكس الأشياء اللي قلتها وخاطري كلام بس ما بي أطول وشكرا بعد راسي طول وخراحة يا أخوي المكان مكانك مثل ما يقولون يقول سلام عليكم عوام النجاح أي لعبة بالمقام الأول هو الجيم بلاي المضبوط والممتع بعدها تجي قصة اللعبة والغرافيكس وغيرها من العام الأخرى صح كلامك صحيح عندنا يا سين فيله يقول أولا القصة المؤثرة وشخصيات ثانيا الحوارات المتغنة والعميقة ثالثا التمثيل الصوتي الرائع هذا فيلسوف هذا كلامه شوية حتى طريقة الكومنت تعجبني فلسفتك بس ما يهم الجيم بلاي صح أنا شخص ما يهمني الجيم بلاي طرح يعني بس شنو اللعبة بالنسبة لي شفت شون شفت شون بالنسبة لي مايكرو مناجمينت قردن 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 أنت خلاص ما قيمت تشوف خلاص خلانا أكمل عنك خلانا أكمل عنك السلام عليكم شباب مناصر بالنسبة للسؤال أهم شيء للنجاح للعاب وهو القصة ثم القصة ثم القصة في الألعاب القصصية أما بالنسبة للانلاين فالجيم بلاي أما الجرافيكس بالنسبة لي يجي بعد هالنقطتين والفشل يعتمد على كثير من الأشياء وبالنسبة لي وليس هناك لعبة فاشلة إلا إذا كانت خربان قليتشات وقصة خايسة وقيم بلاي لا يطاق يعني ما أقدر أقول عن لعبة فاشلة إلا إذا كانت مات اللعب لأن كل أحد يرى في اللعبة شي يجد شنو شي يجذبه إن شاء الله فهمت قصدي ومنوري مرة ثانية يا ربي أحفظكم أخوكم من ليبيا وفهمنا قصدك 100 بلمين أخونا لوبو كي دي بليو يقول أهم عامل للنجاح أن اللعبة تطلع فكرة يديدة وحلوة وكمثال أنتايتلد قوس قيم داينو كرايسز وبورتل وعساكم على القوة أدري أنا عشان عندنا أخونا أحمد أي يقول السلام يا أبو حوش الهاب وحوش الهاب قلت لكم خلاص وحوش الهاب تحية المتألغب وعتب والمخ بعرب ولا يهون بغيت الشباب لا أنا ما بقرن كمل شابه طيب والجيم بلاي والوحيد اللي حدد مثل فورتنايت ما فيها قصة والغرافيكس مبهر لكن مع ذلك الناس تحبوها أما أنا أهم شي تكون عندي سنجل بلاير وألعب كل اللعبة سنجل وأخوك أحمد العزي من السعودية أهل أخوي من السعودية عندنا أخونا بسام البسام طبعا بسام صديق الطفولة من أيام الابتدائي بسمي سموح أنت دقيت عليه أدري ما ردت عليك بس راح أردد انشغلت لأنه راح أرددك عليك رد على الجماعة رد على المتابعين إن شاء الله يبهر حدك على المتابعين رد يقول السلام عليكم أشكركم على مجهودكم الجبار والممتاز ومن إبداع إلى إبداع أفضل إن شاء الله تسلم يا بسام وبالنسبة لسؤال الحلقة أهم عوامل النجاح أشوف تعريب ودبلجة الألعاب لأنها راح تنجح في الوطن العربي أول كومنتي يقول صح ما تكلمنا عن التعريب فعله شي عامل مهم طب لنسلايد بسام بس مشكلة الشركة تعطيك تعريب بس أكثرنا أو أغلب اللاعبين يخطون ما يخطون المعربة يخطون الأربية أو الأجربي لا يعني نديش بالتسريب وإي لعبة سوصل قبل لا فيه لا على حاشة بعد منه اللي حاط لشتور يعني بالضبط التعريب في الوطن العربي وسلاسة الجيم بلاي والقصة خاصة إذا كانت سلاسة أو الأربعة باي باي يا جماعة سلاسة ضيعتني سلاسة الجيم بلاي والقصة خاصة إذا كانت الدغدغ مشاعر اللاعبين صح بسام نفس The Last of Us شرايكم المصطلحات بس العتيبي وانترايق عنا عطيك وبالنسبة لفشل اللعبة كثرة القليتشات وتكرار المهام اللي تلوع الشبد وشكرا عندنا أخونا منذر نادم يقول سلام عليكم أول شيء أحب أحييكم على المحتوى الجميل الخفيف الله يسلم اللي نفتقد هواي بالغنوات بالغنوات استمروا وتخلوهم شيعيق طريقكم حبيب حبيب أما بخصوص الحلقة في الفترة الماضية أقوى عام النجاح اللعبة هو 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 القصة كانت أما اللي نشوفه الآن فأغلب بركز على شكل اللعبة القرافيك وشكرا على كل اللي قاعد تقدموه إن شاء الله من نجاح إلى نجاح بعد قلب يا أخوي ما تقصر عندنا سعود الراشد يقول سامعيكم يا شاب الهب هلا بالحقيق تحية الجميع مشكورين جميعنا لنمجودكم الطيب والصراحة في الواتكم ما تنمل مهما كانت مدتها بعد راس يا أخوي نتشرف أدري صعبة بس بدنا نشوف كل شاب الهب مع بعض بحلقة من الحلقات راح تشوف إن شاء الله قريب إن شاء الله بدنا نختار بخصوص سؤال الحلقة العام بتختلف من شخص لآخر كمثال أنا ما أحب ألعاب الآن مفتوح لأن أغلبها تركز على اللعب وتهضم القصة مو بس بهالشي حتى من قياس النجاح يختلف البعض يغيسها بالمبيعات والبعض يغيسها بتأثيرها بعالم الألعاب أو الجوائز أما بالنسبة لي العوامل هي اسلوب اللعب الغصة سؤولة سراسة القوام وطريقات اللعب التمثيل الصوتي التصوير مستوى الصعوبة يكون مناسب للكل مشاكل التغنية دعم اللعبة من ناحية التوسعات أو حل المشاكل بعد الإصدار قصد الباتشات والأمور هذه تسعى تفكير شركات الناشرة بالجمهور وتقديم ألعاب متغنة وليس التركيز على الربح وبأي طريقة عشرة عدم تشتيت اللعب كثرة المحادثات الكتابية اللي ما لها داعي ولو تكون صوتية أفضل وتكون القصة هذا جنة مقصودة هذه ترى نوع من الألعاب جي أر بي جي ألعاب جي أر بي جي تكون صوتية تكون القصة بالأحداث اللي يتواجه اللاعب وليس بملفات الأشرطة هذه من تلقير لسنا ملفات الأشرطة وهو الشي اللي راح يخلي اللاعب يبقى الجوهر للعبة يعطيك بالعافي شاب وعساكم على القوة القوة لا لا مبين خلاص وصلنا عدنا جنة عندنا ختنا سارة تقول مساء الخير شكرا على مجهودكم الجميل والمستمر العفو أختي بالنسبة للسؤال أنا أشوف القصة عامل مهم جدا في نجاح اللعبة وفشلها مثلا وصارت القصة ضعيفة في السرد والأحداث والعمق بتفشل أكبر مثال على النجاح قصة Death Stranding جبارة من خلال النهاية اللي اللعبها راح يقدر يشوف هالشي وفي لعبة ثانية أشوفها في القصة كانت محبطة وما فيها ترابط Days Gone كانت قصتها سطحية وبعدها تجي العوامل الثانية اللي هي الGameplay يكون سلس وممتع وسريع أما الغرافيكس ما يحتاج كل ما زادت قوته راح تتعمق بالتفاصيل أكثر ويعطيكم العافية الله يعافيك أختي عندنا ألف ألف أي أي السلام عليكم معاكم مشعل الاعتابي وعليكم السلام ونعم فيك أخي مشعل من السعودية إجابتي على السؤال هو عدم الاهتمام باللعبة هو يقصد الفشل أتوقع هو عدم الاهتمام باللعبة اللي بتسويه الشركة همها أن اللعبة تجيب فلوس وهذا منتشر بالأغلب شركات الألعاب أخونا عبدالله العازمي يكاتب كلمة واحدة دعاية ماركتينج ماركتينج بس أخونا خالد العجمي يقول سلام عليكم يا شباب عليكم السلام وبخصوص السؤال الآن من وجهة نظري تكون ثلاث أشياء لازم تكون باللعبة عشان تنجح اللعبة وهي طريقة اللعب والقصة والسانتراك هذولا أهم شيء ويعطيكم العافية الله يعافيك يا أخوي عالكت عندنا أخذنا إيمان البي بالنسبة لعوامل نجاح واحد طريقة اللعب اثنين تصميم شخصية البطل والعالم أكيد بفهد نفس نظام بفهد هل شيء العالم رقم ثلاثة هيك أربعة القصة بعدين أونلاين بعدين الإضافات عوامل الفشل سيرفرات سيئة تكرار إذا كانت لعبة طويلة وعالم مفتوح كبير جدا بعض الشركات إيه هي سبب الفشل عندنا بي دي ثيرتي فايف السلام عليكم من وجهة نظري واحد القصة اثنين الجيم بلاي ثلاثة الجرافيكس أربعة ساونتراك خمسة الويس أكتنج كيبوب ذا قد ورك انزل ليش يعني انجليزي مع الرب بعدين انجليزي صح صح كلامك أخوي عندنا عبدالطيف العنزي يقول شوكمي الرابع أنا أشوف أنه من العامل أنها ما تكون خطية جدا لأن أنا شخصيا قبل كنت أقول أن الألعاب قبل أحلى وما إلى ذلك أبتشيكم مصطلحات لحظة بس لين لعت الكوليكشن مالديبل ما يكراي لقيت نظام الجديد للعالم المفتوح أفضل بس إحنا متعلقين بذكرياتنا وطبعا احتواءها على أونلاين راح يطول بعمرها بس شخصيا أفضل عاب القصة أعتذر على إطالة وحسني ما جاوبت على السؤال لا أخوي كلامك جدا منطوح لا بالعكس يا أخوي سؤالي بحلقة الأسئلة كان شنو تخصاتكم أقصد مؤهلاتكم الدراسية وسلام حار جدا 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 لأبو فهد الله يسلمك تسلمك يا أخوي عندك الموضوع هني أخونا عبدالله يبيقرأ الكومنت هذا الأسطورة أخونا الأسطورة ولد العم هلب ولد العم هلب الأسطورة يقول السلام عليكم شباب عليكم السلام السلام عليكم مساءكم الله بخير جميعا استغرب من بعض اللاعبين لما يضع عام المبيعات بالنسبة له كنجاح أو فشل يقول لك اللعبة فاشلة لأنها ما باعت أو ناجحة لأنها باعت بالعدد الفلاني هذا المعيار ما هو معيار لاعب بل هو معيار الشركات صح أما بالنسبة لعوامل نجاح أي لعبة هي القصة وكيفية تقديم القصة زائد الجيم بلاي يكون ممتع وكيد في البهارات اللي تزيد حلاوة أي لعبة أو ممكن تخربها اللي هي العالم الشخصيات والمهمات والتلفيل حقك فهد بالضبط في النواية يعني العالم والأمور هذي والتلفيل بالعكس الجو ثاني في النواية كل شخص لها عوامل كل شخص لها عوامل لها خاصة تختلف عن الغير مثل أبو عتب يفضل موسيقى وكريتوس يفضل الواقعية ومطلق يفضل يكوزي صح صح شكرا لكم يا وحوش الهب وستمر وحوش الهب وحوش الهب رسمي عندنا فهد مزي يقول سابعيكم بما أني من أنصار وفهد الأوفياء اوه والله كم دافع اشوف العالم الحي وايضا القصة عالم ممفتوح عالم حي بين ريال ناس تشتغر وتمشى يقول لك واحد يتعور صباح يتعور ويروح مستشرة شي هذا أمور يعني صداء وايضا القصة إنما عوامل الفشل هي عدم اهتمام مطور بالتحديثات غذل الباتشات والأمور هذه الابديتات والجديدة والمفروض تنزل أول بأول طريقة لعب الفاشلة السؤال أخير موجهة لبفهد لا رسمي فضل شلون سمحت العتيبي مطلق يسوون بداية معلمات على السريع لأساسا بهذه الطريقة ليش؟ فيه بعد فيه سكتشات فيه في ترقب ترقب تخرج فني أخوي خلال سكتشات القادمة يا لتكم العافية الرابع مشكوري على المتابعة وتشرفنا فيكم ومشكور أخوي عبد الله هذه الساعة المباركة ومكانك مكانك أشكركم الله ومت بين إخوانك يا أخوي عبد الله ومكان حوار هذه ممكن أطول حلقة عطى شاعرية شوي أنزين وكان حوار جدا مويز وشاعري وجميل وعطفي وعطفي وكان فيه من مندات الجيم وحوارات مندات الجيم لا لا شنو ما لا شك ما لا شك أذكر أذكر بسرحة أذكر وأذكر وبس هذا اللي كان معنا اليوم يعطيك بالعافية الرابع مشكوري على المتابعة وشكر خاص ومعنا ثاني حق أخونا عبد الله من Redbox Gaming شكرا مفايد شكرا مطلق شكرا أنا شكرا عبد الله وحلق قواهي طويلة بس شكرا شكرا بساك الله الخير رقم خمسة شكرا شكرا إن شاء الله رح تستمتعون فيها بس فم الله فم الله